موسيقى طبعا احنا القوص التاني اللي احنا سوئك تاني كده هو مارسل بلاني للهدف منه اعمل خطة تصوصه اللي اعمل خطة لمنطق جداعي ويمكن احنا اتكلمنا في المحابات الاولى والتانى في الـ اتكلمنا في الاول ليست اصور المارسل في فنالة القانو الـ 21 ويمكن احنا قولها ان المارسل في فنالة القانو الـ 21 دقيقة تاني انه يبقى فيه الـ اللي احنا نشوف الـ العميل الجداعي محتاج اي ويمكن اعمال الشكل سواجح المميز بتاعك ستفهمك واشراء ده بالمجدى لموضوع موضوع 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 ما موضوع نظام آخر إيه هو نيجي تطافي؟ ويهو الوضع يتقاري من تطافي هو إيه شراء جيد ويطالي إيه هو نيجي أن يتقاري من تطافي إنه هو آخر جيدة تطافي، ما فتس رمي التنسي وهو غلون الجمال، وهو تجير، المستعي، إنه هو ستوى هزا البروات ويطالي الجمال، هو القصمات، إنه يجل ستوى هزا البروات طيب بالنسبة للموضة الثانية طبعا بتكون الزي عطيونا نعمل market research بقدر اعمل market research باكدر اعمل ده الانالسيس اجل العملاء اتكلم معاهم اعلى ايه هم نوز التعيشهم وبالطوري اقدر اطلع بمعلومات هذه المعلومات قدر توصلهم للنوز البيوت والدمان بتاعك هذا السوق بعد ذلك اتكلمة المحروة الثانية على المترجمات انخبار وهي السوق بتاعه اتجاهها السوق هاسمه جماعة الايه ان لوجه عساسها باسم السوق هل باسمه على عسب البيضاته هل باسمه على عسب الشكل السوق السلون بتاعه التخسيم المبتاعته وانا اكذا عشان اقدر اوصل لشق العام ان انا اسمت الشوق بتاعه المنطق المزبوط او مرى صدنة متطورة بعد ذلك اتكلمة اهم طورة صدنة اهام طورة صدنة وبعد ذلك اهام مجموع عندي اللي هقدر لو انا اختار طلب هتشتري البرودكت بتاعي بشكل كويس جدا وبشكل الكفر عالي جدا وقلنا ان انا عشان اوصل للطالب تنجي بتاعي ان انا عن طريق حاجة ايه ان انا اشوف الطالب اتراكتفنس يعني ان انا المنتج بتاعي ده وقت يفرق مع هذا العميل من ناحية التانية ان انا بضوع على الكمباني ريسورس ان انا امكاناتي كشركة تقدر تقدر تخلي المنتج ده جاع مع البرودكت هو ده الفكرة التاريجتي وكاخر حاجة التالبناها عليها في المحاضرة التانية كان البوزيشنين يعني ايه انتباع العميل بتاعي عن البرودكت التاعي هو ده البوزيشنين يعني جاينا نقول كده المتلم على بيبسي او كوكاكولا عنهم دي حاجة سعى فيروز لا دي حاجة مختلفة عن الحاجة السعى لما نتكلم على العوضيات نقول مثلا بي امي دابليو وي المرسيدس دي عادات لاكشري عادات رفاهير لكن فولفو دي عادية سيفتي امامي كده فده هو البوزيشنينج اللي احنا هنوصل المحاضرا اللي جاية المحاضرا المهاردة هنتكلم عن الـ product وكل حاجة هنتكلم عليه عن الـ product المهاردة وهنتكلم بالتفصيل هنتكلم في إيه في الـ product هنتكلم أولي عن إيه product لازم نعرف يعني إيه product تاني نقطة لازم نفهم يعني إيه product mix وهنبدأ في التفصيل كمان هنقع بحاجة اسمعي product life cycle وهنقع في يعني إيه product life cycle بعد كده هنتكلم على الـ BCG matrix اللي هو إزاي أمانج product portfolio يكون عندي أكتر من product إزاي أتعامل معاهم بعد كده هنتكلم عن لو أنا عندي product دي إزاي أشتغل عليه ولو أبقى عندي فكرة جديدة خالص مطلقة تمام أنا بيقول دي الأجملة اللي احنا هنتكلم بيها النهاردة الأول لازم أعرف يعني إيه product دي حاجة الحاجة التانية هنعرف يعني إيه product mix تمام الحاجة التانية هنعمل exploring product life cycle بعد كده هنعمل management هنعرف يعني إيه product life cycle وإزاي أعمل ممنجي من product portfolio هنعمل حاجة اسمها PCG بعد كده هنعمل product planning اللي هو الـ answer of the grid هنعرف يعني إيه ومنه or idea generation process أوكي نريد أن تتكلم على product كلنا كلنا مسؤولين كناس بتوعها السويق إن احنا نسوأ product صح والغلط طيب بالوقتي لازم أعطي عن إيه product يعني إيه product product يا شباب ده عبارة عن إيه ده عبارة عن bundle يعني حزمة most physical أو service أو symbolic attribute designed to enhance the part world satisfaction يعني إيه الكلام المضاعرس ده يعني ده عبارة عن حزمة من السلع أو الخدمات أو من الموز اللي أنا بعملها علشان أخلي المستهل تدور أو الوامر المشاهدة ليحصلوا مع من satisfaction تمام طيب عشان أوصل بإرضاء العميل يعني ما ينفعش إن أنا آآ آآ أنتج آآ منتج تمام وهذا المنتج ما يقدرش ما يوصلوش آآ آآ حالة رضا لازم يبقى منوصل لرضا العميل تمام فعزي أوصل لرضا العميل عن طبيب أنا أنتج منتج هذا المنتج بيحصل له satisfaction يعني حالة رضا أوكي ده تعريف اللي إيه البروضوط طيب البروضوط ده فيه تلت مراحل مني تلت مراحل مني إيه هي بقى المراحل بتاعت البروضوط أول برحلة إنه هو يكون يعني أنا بشتري الموبايل ده لوحده كده كشكل من الداخل ده موبايل ده موبايل ده الكورت تينيفت ديدي المرفع الأساسين منه أنا بستخدم الموبايل ده علشان أتكلم لي فالموبايل نفسه ده الكورت تينيفت أو ده الكورت ده البروضوط ده البروضوط ده فيه مستوى جودة معينة فيه فيتشورز فيه مميزات فيه ميزات ترفي مع الموبايل ده عن الموبايل ده فيه فيه تصميم طيب كل ده ده على بعضه بنسميه أنا لما بشتري موبايل ما بستريش اسمه موبايل وخلاص لأنا بشتري موبايل سامسونج فموبايل سامسونج ده فيه شكل معين لتصميم معين فيه مميزات معينة فيه كواليتي معينة أو كفاءة معينة وفيه اسم معين هو ده اللي نخليني اشتري الموبايل ده فده بنسميه ايه ده اللي أنا لقيه بشتري فيه مرحلة اعلى مستوى اعلى من البروضوط اسمها الوربننتي بروضوط يعني ايه اوربننتي بروضوط انا اه اشتريت الموبايل اذا انا عشتري الموبايل من غير سوفتوير يعني هشتري من غير اه سوفتوير او حاجات لا فالإمستريشنز ديت دي حاجة بتضاف الحاجة التانية الديليبرادي والكريدت ان انا هشتريه طب هسترمه في ساعتها ولا هنبقى مان اسبوع زي اسم في العربيات فيه بعضات استرمها في ساعتها وفيه عبادة استرمها بعد اسبوع او اسبوعين طيب فيه ضمان اتسوعدا طيب فيه افتر سيل سيرفز يعني بعد ده سيل البروضوط ده الناس هتتطمن على الجودة بضعت البروضوط اولا لأ فده كلهم على بعض بنسميه ايه اغمينتد بروضوط كمال كده يا شباب يبقى احنا عادنا تلاتة لذل افترون تلات مستويات من البروضوط الحاجة الاولين هي اللي هو البروضوط نفسه اللي هو موبايل ايه كان بقى اسمه طيب موبايل فده بروضوط اسمه اللي هو البروضوط الاصلي تمام؟ طيب لأ فيه حاجات حوالين الفوروض اللي هو الفاكيج بتاعه طيب يبقى قلنا ده المنتج الاساسي اللي هو موبايل ايه كان نوع طيب الموبايل ده اسمه موكية فده البراند مين بداعه ده اسمه مخطوط مخطوط لونه اسود ببقى ده الباكيج بتاعه مخطوط جهوه علبة ديزاين لأ شكله اسود عليه اللوغو عليه شكل رسمه معينة لا عليه كيبورت ده الديزاين الفيتشرز اللي هي مواصفاته اللي هو بيعمل بقدم اسم اس بقدم رسائب بعد ارخش بيه عالنت كل ده اسمه كواليتي ليرل فيه مستويات فيه واحد سيدي ده بيبوس بعد شهرين لأ ده فيه واحد كوالي ده بيقعد فترة عطر فيه واحد في النامجي وهي كذا فترة فيه براند مين هو اللي سميناه اللي هو ايه اللي هو نوكيا واضحة كده يا شباب فده بنسميه ايه اكشوال بورد ده اللي انا بروح المكان اشتري منه بقول انا عايز موبايل نوكيا ايه فايف عايز اشتري سامسونج اس سوي فده الاكشوال برودوكت نوكيا بعد كده بقى اكشوال برودوكت اللي هي حاجات بقى تشجعني اكتر اشتري ده وماشيوش ده اللي هو ايه طيب ايه اخبار الضمان ايه اخبار اه خدمة ما بعد البيع ايه اخبار الفيتشار اللي فيه ايه اخبار التوزيع وعمل ازاي وهذا عليه ضمان ولا لا تمام يا شباب بعد كده خلاص انا كده عرفت الليفل بتاعة البرودوكت الله يخليه كامل اه زوده بقى الموضوع اخ قالك ايه قالك يا سيدي بص بقى ده احنا جانحا بنا نزودها نعقدها اكتر قالك اه البيزل برودوكت ده اللي هو بتاعة الاساسة اللي هو فيه اللي انا عايز اشتري موبايل عشان هتكلم فيه هو خلاص هو ده القيض برودوكت الاكسبكتب برودوكت اه انا عايز اشتري موبايل تمام اه اوكي اه نسمة عايزة اه تنزل المحضرة على الجهاز عندنا توي اوبشن يا نسمة احنا كده كده المحضرة هتتتسجل وهتتزايع هتتحق سوري على اليوتيوب ده ده اوبشن لو انت عايزة سوفتوير ابعتدي بس رسالة على الاكاونت بتاع الفيسبوكة نسمة وهبعتليك السوفتوير مفيش اي مشكلة يبقى احنا قلنا هادي الكورد برودوكت ده الاساسي اللي انا بشتري عليه بشتري انا بشتري موبايل عشان اتكلم ليه فده البنفت الاساسية دي المنفعة الاساسية لا انا بقى اعايز موبايل اه بيبقى فيه اه انترنت اه الموبايل ده فيه جي بي اس الموبايل ده اقدر او انازل عليه بلامج من عمنات اه اقرأ اعبار ايه اعبار فده اكسبكتب تنفعت ده منفعة انا متوقحة في الموبايل انا مش تريده فده اكسبكتب بروددده ده الموبايل انا متوقعه تمام? الاوبمانتد بقى قال لك ها ده كمان ايه الممكن اقديلك البرودكت ده في حاجات انت مش متوقحة فلو هو فيه انا اكسبكتب بروددد يعني حاجات غير متوقع مزايا غير متوقع فده اللي سميه فيه بقى حاجة اقوى اللي هو بقى ايه يعني حاجات انا ممكن ما استخدمهاش دلوقتي لكن انا ممكن استخدمها في في المستقبل فده بنسميه ايه يعني اول مظاهر مثلا اللابتوب ده كان بنسميه يعني كل الناس كل الناس تستخدم الكمبيوتر العادي فلما اظهر اللابتوب ده كان اسمه بيتمشل بروضوك ليه مؤمنxa نعتقد على ان انا اشتغل الكمبيوتر في البيت اشتغال ليه في البيت لما اظهر بقى اللابتوب ده بقى بروضوك اقدر اتحرك به اقدر اشتغل ليه في اي حتة مفيش اي مشكلة لو النور قطع اقدر اتعامل معству وانفيش اي مشكلة وبالتالي ده بنسميه ايه بيتمشل ايه جبايب دول وقت منتكلم عالتابلك منتدول وقت منتكلم عالتاب فكلها دي بتسميها مفهوم يا شخص عامل حد كده? اا شي ما بتسأل هل ده معناه يعني اي شود اا اولو افر اممينتد بروودوكتس? لأ احنا يا شي ما احنا اوتي وانا وكل الناس بنشتور دايما اممينتد بروودوكتس. يعني انت ما بتشتري شغير ذلك صح هو رو رط لكن تشتري اكمي umbreت روجود اسم του كذا اسم Pikachu في أوروبة كذا شكله كذا ديزاين كذا لوو كذا فكلنا بنشتري واحنا لما بانديl عبقاء product مش بس بس نبيع هي الاوفموندر، انا تمكن اوصن ان اجب ابيع الـ potential product. او الـ potential product اللي انا بشارطة على حاجة فيها تكنولوجيا جديدة. لكن احنا كلنا بنبيع بنبيع او بنسوق augmented product. فاريحان بتسأل ممكن اي منتج عشان اسمه فقط قبل خصائصه دي بقى حمرهرة من التسويق يا فاريحان اسمها ان انا بعمل brand management. ان انا ببيع الـ brand. واي ان كان بقى product ده ايه هشتريه. يعني مسلا اا لو كوكاكولا نزلت اا منتج جديد انت هتشتريه عشان ده بتاع شركة كوكولا. لو ااا فودافور نزلت اا خاصية جديدة هتعمل ايها عشان دي بتاع فودافور. فهنا ده هنا بنتكلم على brand مش على product. احمد بيقول زي شركات اللبس بالذات انا رسول منتج عشان اسمه صح? زي اا اا مايكي زي اا بوما كل دي ملابس انت بشريه عشان ده منتج مايكي او صح اكيد يا محمد انا عمرنا هشتري اا منتج من شركة انا مش حصلت فيه فظلما الشركة دي بتديني كل المميزات وكل الحاجات الجاية لا اكيد هشتريها. وده مسدل علاقة اكتر بحد اسمها branding. يعني انا بابني ثم عابني كيان. وده هنتكلم عليه في المحاضرة السبتة بيزن الله. ماذا بتقول منتج مشهور لكن لو منتج بدايته اا كيف راح ينتشر بدون ما يتم تجربته? ده هنتكلم عليها نابل مهال ده ازاي اتعامل مع منتج لسه جديد? اسمها زي الويندوز ادعاية بس هي اللي عملاله اس لكن هو انظرساش الماشي اسمها. لكن فيه ناس بتاعشك الويندوز وابطاعش تريف الويندوز. اا فيه ناس اا اا حتى فيه انظمة اا يعني ارخص من الويندوز زي الويندوز مسلا. فيه ناس ما بتستخدمش غير الويندوز اتعاولت عليه. اا شايماء بتقول اا بس الشايميز دولة للمنتجات الصينية مش بتاع بتاااا بتقدم حاجة اكسوت اللو برايس. وبتبيع صح? لان يا شايماء هنا الناس اللي هي بتبيع المنتج الصيني بتبيع فكرة ان انا ببيع منتج لخيص بمواصفات معينة. فانت هتشتريها علشان مواصفات. لكن مش هقدم لك لا دمام ولا صيامة ولا 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 ولا. انا بقدم لك منتج فيه مميزات كتيرة جدا بس بس عدل خيص. انه اللي يعني لازم يكون سوء جودة في المنتجات اللي قبل كده من الشركات دي. ده في كده عليه كمان شوية انه. محمد شعبان بروفايل. اه دايما بنسأل في شاكل بيع على الكمباني بروفايل. مالله خانتكلم عليه كمان شوية يا محمد. احمد سمير انا شايف ان مهبت ديه في ماطق اللي محتاجه السعر له. ده كمان زكاية من الماطق طبعا. وده انا اتكلم عليه في المحاضرة اللي جاية يا احمد. تمام يا شب. طيب. بعد كده. خلاص. سيحب كده عدتنا ايه هوا البروكتس ايه ايه عنواء البروكتس. البروكتس نوعين. ايه ان انا بشاري بروكت لكونسيومر. مستهلك. تمام. ايه انه بروكت لبزنس. لشركة. لمصنع. تمام. فاكيد فيه اختلاف كبير ما بينهم. تمام. احنا نركز اطبع لكونسيومر. لان تقييدا ان اعظمنا بيشترك. اه على منتجات بتقباع ليه. انت بروكتس. طيب. طيب احنا نقسم الاول البروكتس بتاعتنا يا شباب. لقيه؟ لنعينينا. فيه بروكتس كونسيومر. مستهلك. وبزنس بتاعت مصانع او هيئات او بالقباط او شريك. الكونسيومر اللي تتقسم لحاجة اسمها كونفينيونس بروكتس. بروكتس للاه يعني في المتناول انا اعطي ايه انا راحة. فيه بروكت للشوبينج للتسوق. وفيه بروكت للاسبيشالتي متخصصة. فيه بروكتس مها انصورت. خارج التفكير يعني ما حاجز يفكر فيه. وهنا ايه انا احنا. لكن البزنس. اده انا اموعة بروكت تاعت البزنس انا بكون اللي هي تركيبات. تمام؟ أو اللي هي يعني حاجات سانوية منتجات سانوية أو هي مواد خام ببيع مواد خام أو أجزاء تمام؟ هنا عشان بس يفهموا أوصلوكم كوتر يعني مثلا أنه كلكم لو حد عنده جهاز كمبيوتر جهاز الكمبيوتر ده في إيه؟ في مغر بورد فالمغر بورد ده بتاع شركة جيجا بارد فهنا ده بورس تمام؟ كده؟ طيب في الانتن بتاع البروسيسور بشركة الكي بورد بتاع شركة مادل وهكذا فهلاقي أن جهاز الكمبيوتر ده ده عغار عن بيزنس ليه؟ لأن أنت بتشتري كذا كذا تجميع في الأخي بتكيونا الجهاز ده أنا بكلمني على الجهاز اللي هو متأكفر لكن لو أنا بشير جهاز من المور ده جهاز أنا يعمى تجميعي يعمى جهز في خجوة وليس بيزنس لكن البيزنس أنا ده كلب أن فيه شركات بتجمع منتق وهذا منتق بيمتيه في نهاية هو بيزنس يعني شركة بتشتري من شركة شركة مثلا جيجا باي بتتعامل مع شركة أبل فيما هتدلها الموضل بروبتر فده اسمه بيزنس بيزنس بروبتر كم كده شباب؟ هنركز أكتر في الكونسيومر ده اللي احنا بيشوفه أكتر وده اللي احنا بنتعامل معه أكتر طب إيه أنواع الكونسيومر بروبتر شباب إيه أنواع الكونسيومر بروبتر هلقا عندنا أول واحدة اللي هي الكونفينيينس بروبتر يعني إيه كونفينيينس بروبتر менس با شباب يعني بروبتر في المتناول سلعة في المتناول زي إيه يعني لما أقولك إليه تبتشتري بفي في و belli واجبت حاجة تشتريها بصع تمام؟ في ساعتها؟ في وقتها كده؟ تمام؟ وإيه دائما بتشتريها وعليك من السلام يا إبراهيم دقيت إحنا بنهنا بالكالر الثاني يا شباب على أنواع الـ وقلنا إن هو أنواع 4 أنواع مش كتير يا إبراهيم تابع بس معنا كده وإن شاء الله الموضوع إحنا لسه بنتكلم في البدايات إحنا بنقول للوقت إيه أنواع الـ قلنا أنواع الـ نوعين نوعات أنواع يعني اللي هي علاقة بالشركات والهيئات والمصانع اللي هي شركة تشير من شركة ده اللي بتتعامل مع أنتل أو أبل بتتعامل مع جيجابايت ده بيزنس الـ ده اللي احنا بنتكلم عليه ده دايما بنتعامل بيه قلنا إن نوع الـ ده نوع ونعط إنه هو المنتجات الفيلم متناول دايما كده بنقابلها في سكيتنا زي نقوله كده فيه شوبينج بروداكت لها منتجات تسوق فيه سبيشيال بروداكت يعني منتجات خاصة وفيه انسورت بروداكت يعني حاجات أنا ما عمي رفضها فيه عمي ما حقا أنا أشتريها طيب هنجي مثال الـ الـ حاجات أنا بشتريها بساعتها وفقتها ما بفكرش أنا أشتريها يعني بشوفها بشتريها عطول زي إيه زي الحاجات اللي هي برخيصة لا آآ بغضل أشتريها زي بيلي بروداكت يا محمد آآ ممكن الحاجات اللي هي بشتريها كل يوم دي أنا بعكدوها كونفينج بروداكت إحنا كده ورامل مثلا زي ورامل كده إيه حاجات برخيصة أول حاجة منذات الـ مع حاجات رخيصة تمام نستفيد صح يا محمد الجراري تعتبر آآ كونفينيينس صح كده فهي حاجات رخيصة ولقيها في كده حيطة يعني عشان أؤمن ده كونفينيينس بروداكت يا شباب مؤتمره رخيص الحاجة التانية أقدر شريه من كده مكان ألاقيه في الكشت ألاقيه في الهيطة الماركت ألاقيه آآ جنب البيت ألاقيه جنب الشغل فده من سميه كونفينيينس بروداكت داه ما حال قال نستفيد هنقيف كل حتة الجراري تتHappy في كل حتة برضك هنقول مثلا مشاونا الكيبكات الشوكريت أكل الشوكولاتة تمام كده أو أحنا في الحلطة الماركت بلاقيه جانب انفي حلالك كده في آخر رف تمام زي ما نعلمين بيقول منتجات الألبان الشوبسي اللبان الشوكولاتة كل دي بنعتبرها ايه convenience products تمام يا شباب الفير الطعامية طبعا convenience products ماشي يا ندى اهم حاجة الشرقات طبعا هنا دى يعني دي حد يقب يتخلع من شغلاته طبعا اوكي كده شباب فدي اسمعها ايه convenience products بقى كده سهل عرفنا ايه convenience products طيب هنا بقى انا دي حاجة انا جاي اشتريها بتسوق علشان اشتريها بل ايه فوضوع عشان اشتريها بل ايه فوضوع عليها يعني بل ايه فوضوع عليها اللي هي ايه pay list frequency باشتريها بس بمعدل اقل زي ما احنا نسميه ده ايه الولترونية او طبعا بس انا عشان اشتري حاجة يا احمد هنا باعمل ايه او حاجة لازم اجمع معلومات عن ال product ده يعني انا مش 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 في بسأل بقى ايه الشوكولات دي متصدناها عقل وايه ايه ايه تركيتها وهي اد ايه اه كافيين واد ايه اه كاكاو لا انا باشتري اه ده لكسي باشتري اي شوكولاتة وخلاص لكن هنا بقى هنا لازم اجمع معلومات عن البيئة. يعني هل هو منتب شمعته كويشة ولا لا. الاساس ما ازملها طبعا من حاجات يجب登ji لازم اسأع مع معلومات عنها بشكل جيد جدا. مراته بقى ضحق اقل هي مشوولية لا. هي اقل من الكم في المس. تمام. برضك بضعها على هنا بضعها على كواليتي. لازم بضعها على حاجة كواليتي تحتاجها عالية. بشوف الفرايس والاستاري دميات مثلا دميات طبعه دميات مكان للأثاث صح يا محمد الكمبيوتر بأيمان صح ان انا هنا بشتري المنور معين للكمبيوتر او الايباد او التلاجات او الغسلات هنا بدور على منتج باسم معين لازم اعمل كفاصيل هي التلاجة دي اه كم ادم طب المركة تاعتها ايه طب ايه الامكانات بتاعتها عشان كده اشتريها احمد بولش البيوت وشوها بتخش في جزء ده البيوت طبعا بتخش الى ها الشيء شقة فانا لازم اعطلها تابعة امن شركة عقارات طب هي مسحيتها ايه وانت تشير ايش او خلاص اللي بتلاها فيوشها بتاخدها اكيد بتغطيب صدعنا يا احمد صح طبعا فطالما باقى تفاصيل طالما اه مش في اي حتى بلاقيها اه هنا اصبحت شوبين بروضاكت لان بحتاج تفاصيل اماكن داحها قليلة ودايما دايما فيها حتة المقارنة بقارن في السعر بقارن في كفايتها كفايتها بدور على هل المسبلية والمسبلية وهكذا هنا يا خالد يقول حيطة مهمة جدا هنا الحالة دي يعني الاسم التجاري هو اللي بلعب جدا طبعا طبعا يا خالد بيعط إجامل جدا محمد يأكد على حفاكة الآيفون طبعا الآيفون ده محمد محمد العسال زي العربية طبعا العربية انت تقدر بس مشكلة عضيات لمحمد العسال يعني فيه عربية بقى هنتكلم بقى عليها لا تتحط طبعا السبيشاليتي بروت لكن لو انا هتكلم في عربية صيني عربية كوري او طبعا دي تتحط في الشوبينج بروت مصر 20 طبعا شوبينج بروت كمعين يا شباب الدهب يختلف في السوق بتاعه عم بقى ده وده هيتصنف ازاي في مصر في مظاهر خليل اه يا محمد اه يا محمد اه يا محمد اه يا محمد انت في الدهب اه ما اقولش ما داشتقول له ده اكيد تمام الحاجة التانية لو انت هتشتري للدهب من محل حل دهب المحل ده ليه اسم ده بقى ايه اه محلات دهب كذا كلان الفولاني فانت اقرأي عشان ده انت هنا بتعمل شوبينج شوبينج في محل معين انت بتصق فيه وبقى قلتو ساعة وبساعة بحاجة تانية فهنا ممكن تحط شوبينج الا بقى لهو حاجة زي دهماس زي احنا بدي مثال للدهماس ده انت بتقلم دهماس بحاجة تانية هنا بقى مش مش بتكلم على اللي هو علاجة بس هنا بقى دهماس مش هحطه شوبينج حطه سبيشاليتي ايه انا بشتري حاجة خاصة المرز بكواليتي معينة بشكل معين باسلوب معين بالمناسي الفولاني هو بيلبسه تمام وهنا ده خلناك بسبشاليتي توروز تمام هنبقى دائما هندقى في الحاجات اللي هي فيها نوع من الرافاية شوية او الحاجات الكاملييات هنتهى هتقرب لهمين الشوبينج والسبشاليتي بس ده ماز ده منسال والسبشاليتي ويزق. ايوه ويزق عليكم السلامة ويزق. اهلا بيك معنا. اهلا كده شباب. اوكي. انا خلص بقى المحارة تانية الهيال الاسبيشاليتي. الاسبيشاليتي بقى ايه? انا هنا ده مميز جدا. هسيلي صفات مميزة. مش موورة عند غيره. براند مشمور جدا. هنا بقى بتكلم على براند. مش بقى اين حاجة وحاجة. هنا بقى اتكلم على براند باعين باسم معي. زي مارسيديس. انا جاي اشتريه عباية مارسيديس. تمام? وده لي فيه زي الهمر. محمد المثال قوي جدا. زي الهمر. زي النفسية. ازاي بي ام دابريو. اه. الهتش وان اه ده ماركت همر. انا معلوماتي ضعيفة في الهمر يا محمد. يا محمد شعبان. احمد دي كام على شكرة. بس انت يا احمد مش هتروح اه مكان معين مسلا عشان تشتريه تشوفت. لأ الشوفت هتلاقيها موجودة. هتلاقيها موجودة. هتلاقيها موجودة. دي في المتناول. ده بحرق في المتناول. ايه كن خسروا. فتلاقيهم موجودة بيجا. في سايق سوبر ماركت فايبر ماركت وهكذا. شايماء بتقول لي زي الكارز في الجل في اريا. بتقول فيها بقى فيها جولد. اصدق على لون معين يا شايماء. اه. احمد جاسمين مش ممفت حط لاني شوكولات في الجزء. محمد شعبانة باجة كل يوم وانا بسوق للبرودكت بسوق انا بركبها كل يوم وانا بسوق للبرودكت التاعي اللي هي ايه يا محمد اشعبان يعني احنا بس بنقول ان في الاستشار هنا انت اكتر ما تدور على برودكت لكن في شوبينج انت بتقارن بيزي سامسونج والاي فون انت ممكن تختار يا سامسونج يا ايفون فبالتالي هتلاقيه بالضبط في كذا مكان مش هتلاقيه في مكان واحد لكن المرسيس ما فينش غير كام ايجانس المرسيس هو اللي بيبيع المرسيس الهمر نفس الكلام بي ام دابريو انت تشيرها من مكان معالم عشان تشيري تبام؟ شاماك دول اغنياء اللي خليج بيحط دهب في العربيات بالطلب اه ده سبيشالتي بروشيس افرت بقى هنا باكتر مع سبيشالتي بروبطت انا عايز عربية مطلور ميت الدهب او فيها اكويتمنت بالدهب صح يا شاماك هنا سبيشالتي بروبطت ندى فرحانة ايه ندى فميش اكتر من كده تبقى و هتبقى فيك العرضات اللي بتبقى دها بتبقى فيها مشكلة ما هتبقى مشكلة في السرعة تبقى 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 بيها يعني تبقى عرضات الى جدن تبقى يا شباب تبقى 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 اي حد تبقى صوت المقابر فيش حد ما فيش حد تبقى يفكر ان هو يشتري مقدرة الا لما يكون دها كده في السن او حاجة زي كده بيكتب يفكر او والده او خاله او عامه يقول له ايه طب احنا ليه ما نشترش مقدرة فده فروتكس عمرنا ما نفكر نشتريه عمرنا ما نفكر يعني عمرنا نشتريه a blood donation are unsuit products او او قرضك هنا او شاينيه ان انا اضطلع بالدم فده هل دوت سلع انا ما افكراش اشتريها او والعاصلك ان هو الدم نفسه كمنتج لا ده ما اخدرش فروتكس ده بيتحق بض fique اكتر لان انا هنا بحتاج فاصلة دم معينة بمواصلات معينة بمواصلات معينة وده ما بنحطوش اكتر يعني في التفكير لان انا هنا مش بروض مش امر ما هروض يا شايناء لفاصلة دم او مش هروض لواحد انا اشترى عندك دم ده ومشيطش. تمام? فده مش مثالة حط خلص شونا. اه خالد زي ده ولا يا فلم اقفحي الى انا بقى انا اكيد مش هتفكت في ما تشريه كفن يعني ده اللي تاخده خلاص يعني. مسلا لو اقتش رق. لا انتم بقيته اول يا جداعين يا محمد لا انا ان في اتفكت ده سألوكم مسال قبرصة ولكده خالص غير موضوع المقابل طبعا ان انا كان واحد في ممنزل يفكر لحد سانا اعمل سوبر كبيرة او اللي هو اللابتوب اللي هو بتده بتحركه من كزا داوية بكزا شكل اه. تمام. فريحان. اه مسلا اول ما ايجي الموبايل في سوق ده كان او ما. ما كانش حد بيش فاكر ما هو اشتري الموبايل. فبالتالي ده ده مسال جاي جدا يعني. فريحان بتكلم على مشروع المشروعية بيه يا دي. يعني اي مشروع يا دي يا فريحان. عايزين نفهم اكتر منك. شاينا بتقول. اه ان انا بحتاج ان انا اعمل ادعاية لل. هو معاك يا شاينا. بس هنا الدهاجة تانية اقول لك فكرة التبارب الدم ده فكرة اخلاقية في الاساس ما ادخلها فيه فكرة ان انا دي سلعة وبيع وبيع وشيء فيها. ده شيء صعب جدا. مسلا احنا سميه بيقول لك ان انا الناس ما ينفهم الناس الاسمين مشوش ارض على شيء زعف فيها. صح ده مثال كان ايه. ده مسال قوي جدا للانسور ترولكس. انا ديش حد فينا بيفكر ان هو يعامل اه تأمين على الحياة. دي انسور ترولكس فعلا. دي حقيقة. شاركة الكهرباء من شركة الكهرباء. صح يا محمد. ده انسور ترولكس. الباردي بارت انشورانس. ان انا اه اللي هو تأمين على بعض اجزاء الجسم. دي ده مسال برضا للانسور ترولكس. طبيعيا كل الامسال دي امسال رائع جدا على منذ الانسور ترولكس. تأمين على الحياة. تأمين على على الاجزاء. اه ان انا اعمل مختلف الموبايل او ما نزل. ده بدي اعطيبه الانسور ترولكس. كل دي انسولة حية للانسور ترولكس. طيب انا بقى. انا بقى. انا بقى. انا بقى. انا بقى. انا بتسأل. اه بالنسبة للاعلان ومجال التصميم. انا بقى. ومجال شغلك. تمام. احنا فكرة ندى احنا نعمل حصة كاملة عن. هنتكلم عني اعلان وهاني والكلام ده كله. صح? اه انت كلامك مضبوط ان انت اه فكرة اننا اه هنقولي ندى بالنسبة ازاي عامل بالدعاية بشكل بديو جدا. وازاي انا عمل بشكل بديو جدا. عشان اواصل الرسالة بتاعتي. تمام? هنتكلم عن التوزيع عن محمد. هنتكلم على البيع عن. كل كلام ده هنتكلم عليه ما تلاقوش. يعني احنا المحاضرات. المحاضر. المحاضر جاية. واللي بعدين هنتكلم في كل النوع دي. فريحان بتقول مشروع ريادة عندنا في القدن. المهندس متقاعد عمل مشروع توليه الطاقة قد. احنا نقوله اللي هو في الجوز التاع الفولوشن. واحنا هم نتسقينا. اه تأس. ده كل واحد فينا بيعمل خطة تسويقية. وكل واحد فينا. هيعمل مارتن بلان وهنا راجحها وهناعمل اه فوت عليها. اه طبعا هنعمل سميوريشنز. هنعمل اه بس مش عايز احمر الموضوع. احنا التقييم بتاعنا مش مجرد ان احنا بس ايه? واحنا هيعمل لنا خلاص. بقى احنا هنعمل زي لجمز كده تصحيح. وكل اهم هنجمع هل الغازل ده عمل قوية? اه في طواقعات معي يا رجي انت حانو تلاس يا الحمد. تمام كده? هنعمل على كل وبحيث ان احنا هنقول ايه? آآ لامنة بكل المارتن بلان صح والله غد. بس عم حاجة نركز او في كنان في علشان نطلع فاهمين كل حاجة. عشان في الاخر كده لما نطلع تطلع. فتطلع ناس مره كتير. الناس المره كتير زي شباب تفهم عن اي حد. دي ناس بتشغل نخها. فاحنا عايزين نطلع شغالين نخينا. بس. تليهم مني. انتوا طلعوا ناس بتفهم يعني مره كتين صح. اهو استهد ما قالت القرار داعتنا. حضور تلاتين في المية اختبار. اه الحضور عليها عشرين في المية عشان نوضح بس. حضور عليها عشرين في المية. ثلاثين في المية اه هنعمل اختبار انتحان. وخمسين في المية على البروجيكت ان احنا نشتغل في. هنعمل اه انا ان شاء الله هنعمل هنتفع مع عصودة ما بتعمل. نعمل مناقشة للمشاريع. يعني المشروع مش هيتناقش بشكل عالمي كده. الا المراض اسبوع كامل اللي يتناقش فيه. على اللي يتناقش. طيب انا بقى عندي كذا. انا بقى انا مش مجاعة بس عندي منتج واحد لأنا عندي كذا منتج. هيتطلع من المفهوم اسمه يعني ايه شباب. المفهوم ده معناه ايه? معناه ده سيريس افوريه ايه. هو منتج واحد او. كذا منتج مرتبطين ببعض. زي ايه? زي المسال اللي انتو شايفينه ده. زي بي ام داخل. تمام? بي ام داخلو هي او بي ام داخلو. لكن فيه سيلس في سلسلة بي ام داخلو. تمام كده? ادي الفئة الاولى. ادي الفئة التالتة. ادي الفئة الخمسة. ودي الفئة السبعة. كلها بي ام داخلو. ولكن. ده. اه ده كله. ده نفهميه. خط انتج. تمام? ليه باعمل بها? ليه باعمل برو دكت اللي يا شباب? ده في اي برو دكت بقى? اس بواحد لات المنصفات مختلفة. صح يا احمد. مظلو. مما بستغل نفس الاس بتاع نفس البرو دكت ولكن باعمل منه منصفات مختلفة. تمام كده? زي اه كاتتو بي مسلا بتعمل كذا. ام دابل بتعمل كذا برو دكت نفس الاس. اه اه سيدس. السي كلاس. هي نفس هي عربية. ولكن غيات في المنصفات. غيات في الشباب. معروفوا. الفئة الاولى دي للشباب. الفئة الثالثة دول من صغار اه رجال الاعمال. الفئة الخمسة دول الناس البزنس من. الفئة السامعة دي الناس ده لهم على المليوني ربط. بتظهر اكتب شجاعة ربط. وبردك في البرو دكت. بص ترلمة يا احمد. هو برو دكت واحد. هو اعبار عن عرضية. ده كل بغاية بس في التصميم او في الشباب. فده اسمه برو دكت لاين. شوكولاتة. نفس الاسم. بس عامة بغاية بس بشكلها بقى طالما بصغرها. هي برو دكت لاين. تمام? فطالما هي برو دكت لاين. نفسها نفسها. علاقة. تمام? الشامبو البلاستورز. يعني ايه البلاستورز بس يفرحان عشان اخوه الشامبو نفس الكلام يا شامبو صح. انه هو اه لو هو اه 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 بس معاش لبطعم ايه بناختل ايه? اوكي ده برو دكت لاين. يعني نفس البرو دكت. انا بنوع فيه. محمود. محمود. يعني يا شركة واحدة. يا محمود. ولا اكتر من برو دكت نفس الاسم. ستارباكس. ستارباكس. صح. ستارباكس ده اه اعتبر. بس هنا اه مقضوع. لان نقول ان ستارباكس اه اه فيه برو دكت لاحق. يعني اذا هو برو دكت واحدة واحدة. صح? ليه? لان اه اه اكتر كشلتر وحدها فضة عاملة شكل اه 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 نفس البرو دكتر شكل. نفس البرو دكتر مشكلة عامدك انت. انت باس عامل عامل الفيش متل صفح. لكن الاسلاد ده عندي مزبوط. تمام? فهنا ماتت. فقد لازم تتحد مع صوني عشان تعمل صوني اريكسون. اصبح مالجة تاني. لكن اه عشان تقدر تعمل منتاجيات بنفس الاسم ده بيأكد حجم الشركة. كمان انما اه استغل. تمام? طيب. هنرجع تاني اهو بقول ان انا ليه? ليه بعمل برو دكتلين? ليه بعمل كزا برو دكت? اه اه او كزا اه برو دكت نفس الاسم. ولكن باختارات بسيطة. اه هنرجع تاني عشان اكبر. ان انا عايز اكبر. حاجة التانية ان انا عايز اكد اسم الشركة في السوق. الحاجة التالية ان انا عايز افصل لافضل استخدام لامكانات الشركة. لا انا في الاول في الاخر انا الشركة عندها اه مواد خامة. طب اني زي ما انا عملت الموضوع البقى ليه معملش كزا منه? ليه? اعلمتش الاوعية دي مععملش عشان فعلا اكسب يا هنور اكسب السوق. تمام? كمان علشان ان انا امتناشي مع برو دكت ليف سيكو. انا ادي برو دكت لايف سيكو. طب. انا عندي كذا بقى هنا بقى قصرة مختلفة بقى يا شباب ان انا ليه بقى هنا بقى مختلفة. هنا بقى لا انا مش بس بقى عندي كذا لان. لا انا عندي كمان عندي كذا اختلافات. الاول عشان يعني افهم يعني بقى ان انا يكون عندي اكتر من بقى هرجع لمسال اللي هو بتاع محمود اللي هو بتاع التلاجة والغسالة محمود. صح? هي نفس الاسم. مظبوط. ولكن اه في خط تلاجات. في غط غسالات زي توشيبا. توشيبا هتلاقي فيه غسالة او تلاجة توشيبا. فيه تلفزيون توشيبا. فيه شاشات توشيبا. تمام? فيه لقطة توشيبا. اوكي. هنا بتكلم على ويتس. ويتس يعني يعني ايه بشتغل بالعرض. او باللغة الده ده بشتغل افقي. تمام? نعم يبقى عندي اكتر من خط انتاج. عندي خط الانتاج الاول وخط الانتاج التاني. اه بوسع. اه هنا بنتكلم على توسيع بالمنتج. ولكن انا بوسع افقي يا رأسي يا عمقن هنع الفانسين ثلاثة. تمام? فلوما بعايز اوسع اوسع اه افقي. ان انا بعمل اقطة من خط انتاج. بعمل زي نقيا هتلاقي ان فيه نقيا تلفزيونات. صح? مع الموبايرات. زي سامسونج. بلاقي فيه سامسونج اه لابتوب. فيه سامسونج موبايل. فيه سامسونج اه 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 شاشات. ده 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 توسع افقي. عملي كزا خط انتاج. اه اعراضك تاكيفات اصدر. اه لو تاكيفات ارمي شايمة. لان هتلاقي بي ان جي اه بتعمل تشموهات بتعمل اه كلمات. فاشغالة فتاكيف بقى اسمه صح? اه. اه اه اه. ان ايه صح. التكييفات صح يا براهيم. بس انا انا يا حجمي لو انا بشتعل ان فيه شركة بتعمل تكييفات وبتعمل كزا المنتج تاني غير التكييف وهو نفس الشركة فده ده 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 اي ايه? ايه اتس. يقول اه لا لا يا بولس طبعا ده 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 مع كرات شوتس خالص هنقول ده ليه طبعا لو كان لكن جوه جوه ديترجانت جوها ده لينس لو ده مش هنقول دلوقتي على فكرة لينس يا شايماء ولكن هو ضعب شوتس لكنه هو نفس المنتج ولكن الاختلافات ونفس الشركة اه طبعا ده لينس محمد بيتكلم على ده لكسوس ميس كامباني ده شوكة ده يا محمد لو انت عرضت يا محمد انها بتنتج خطوط امتاج اقراس وشورج وحوان اه طبعا ده ده اه اه توسع ويتس توسع افقي كلام كده شوهب واضحة قدر واضحة يعني ايه ان انا عملت كذا خط امتاج هذا الخط بيمتاج انتجات مختلفة بس بنفس باس من شركتي انا تمام طب ايه اللي انس بقى لأ هنا انا انا عملت خطوط امتاج زي انا شاهدت من شوية خطوط بس عندي بس انا عندي طائرة عندي عند عندي اريا مش هما نفس الشركة لو هما نفس الشركة بس بس.. والكوداء.. ذا سيم.. يعني هو في الاول وبآخر هو بـ هنا دا.. زي البي ام دابليو من شوية.. الجوز اي طير دا محمد.. إحنا بص يا محمد.. لو انت.. انت عندك خط انتاج.. الخط الانتاج دا.. خط.. عمقم بيسالة ابسط.. بي ام دابليو.. بي ام دابليو دا خط انتاج عادية البي ام دابليو.. تمام؟ الفئة التالتة انواع فيه منها السيدان. تمام? سوري البي ام دا لو فيه الفئة التالتة وفيه الفئة التانية وفيه الفئة الاولى. ده ليس لافظة البي ام. بس عامل يطلع اي مبوردة صيحة مختلفة Sakta اه بيتطور ما بيبغياش هو بيلعب. بيلعب في الامكانيات. يعني ايه الفرقة بينهم؟ نفيش فرق. بس ده معمول لفئة معينة وده معمول لفئة معينة. الجالاكسي من موبايل سامسونج. ماشي صح. صح يا فريحان. تطوير مكينات يعني مسلا. لا يا مجد ان هو بيشتغل ان هو بيعمل نفس بيعمل كذب فوضة. تمام بنفس يعني زي ما كده. لو احنا خدنا مسلا من شل شركة قدوية. شركة قدوية بتنزل كذا منتج اقرص او كذا دولة ضغط. وده مسال للنز. تمام? لو احنا خدنا مسال لبي ام دابل بي ام دابلو بيطلع خط عربية. خط عبادة ده بينزل نفس الانتاج. من هي عربية عربية بس ده فئة التالتة وفئة الحمسة وفئة السابعة. او فئة ساعة سوي. لا سوري معانيش انا عاسف يا احمد لا ممكن يكون الاسم مختلف ممكن الاسم يكون مختلف الامكانات طبعا مختلفة ده اكيد بس انا قصدي انه هو نفس يعني هو موبايل يعنش كده او هو احنا اتفاعلهم موبايل بس الموبايلات مختلفة ها هلأ تاني مثال البي ام دابلو انه انت عندك بي ام دابل فيها تالتة فيها خمسة فيها سبعة ده اسمه product mix in lens انك تطورت طوليا شركات المحمول بتنظر عود جديدة ده فعلا مثال قول ال lens اه تاني احمد انا قلون في الاخر بي ام دابلو بس فيه واحد عايز اشتريها عبية بس لو هي بي ام دابلو ما زيتها عبية واحدة بس يعني ادينا مثال للده اللده هي عبية واحدة بس ملادي صح لكن البي ام دابل عملت ايه عملت زاودة lens ازا هي زاودة lens ان هي عندك بي ام دابل فيها تالتة اه عملت انكات مختلفة ولكن في الاخر هو نفس ونفس ولكن كزا مختلف. تمام? الميشار الاشهر هو الاتنين متعشرة ولكن ده معمول لناس وده معمول لفعل. معمول ده للناس الغريبة على اساس ان ده للناس اللي هم بطن منازلس على الدول. مثلا يعني تصيب بقى الناس الاعلى مستوى اجتماعي. هنقولها كمان شوية يا احمد يا سبيل. ركت ان ده يا احمد ارطل نفسك على حد ايكلك هنقولها كمان شوية. بس هيها تمشيك نفس الموتاني او. ده بب. طيب. الدبس بقى. الدبس بقى انا ايه? اننا بزود الميكس بتاعي بس عمقا. هنا بقى. هنتكلم بقى على السامسونج. جوجل. ايه علاقة جوجل طيب? ايه مسارك يا ندا بجوجل? قضيك على ان هو مسلا اه جوجل ميل جوجل اه اللي هو البلاس اه. ده بيعتبر ده بيعتبر اه يعني انت قضيك على جوجل عموما. اه بس ده تطمير يا ندا. اللي ان جميه هو في الاول في الاخر هو بوجل. لكن لو ان كان على جوجل كشركة جوجل. اه لأ جوجل بيتنزل جوجل كرون ده صوفت وير. في جوجل سورش ده عن الناب. اه قولي بقى ده قصة تانية. لكن لا اه فده ده يتحق برضك في فكرة اللينس. صح. شايناه علشان اه اه نفس الاكزامبل اللي كنت بقى الدبس يبقى اه مثلا ايليا العادي وايليا القلب. وايه? وهكزا. اه تباياه لشان هي امراضه. مثال روح ان انا نفس المنتج نفس الاسم بس بنوع روح اه اه ايليا الالوان ايليا اللي هو بتاع ايليا البلاك اللي هو الملابس الصودع وهكزا. اه نسخة ويندوز عربي وانجليزي. صح. ده ده دبس. تمام? اه اه بي اندب نوع فيها التالتة. السيدان ولا الكوبيء ولا الهاتشباك? هنا دبس. هي فيها تالتة. ده مديل معين. بس انت رأيزها هاتشباك? ولا سيدان? اه هنا بقى ده دبس. اه هنا هي فيها تالتة بنفس الامكانات بنفس الوبشن بس نفرق. دي شنطة عاد شباك ودي شنطة عادية. فده نسال للدبس. ان انا هنا بلعب فقط في اه اه نفس البرودكت بس بشكل معين دي. هي بغاية في دروية بس. مش اكتر. لكن هي نفس الفيتشورز. نفس كل حاجة. نفس الاسم. نفس كل الامكانيات. ولكن ممكن اغاية في شكل معين. الاندرويدة فارحان. مضبوط. الجولي اه تينيز. الايس كريم. صاندوش صاحب. كل دي امثلة مضبوطة يا فارحان. طبعا 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 ده وقبص هو فكرة كلها من انت لازم تبقى مبدأ. لان ات ما يمتعش تبقى عاني بغاية ميكس. كله زي بعضه. لان لو كله زي بعضه. يبقى ملوش اي لازم. يعني يبقى هو خليك بغاية واحده خلاص. تمام? يعني اذا هديكو بغاية نسال. يمكن ده يخيقى واضح شوية في اللمس. زي جاية رسالة. ومن هنا يبارك. في تنوع في رسالة. في ادوار رسالة. في جمعه. في اه 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 اعمار مساجد رسالة. ده تنوع. تمام? وده دبس اكتر. اه اه صح. ونقول ده ده ان بيبسي. لو انا بتكلم على لو انا بتكلم على بيبسي كوك زيرو. اه سوري. اه بيبسي اللي هي لايت اللي هي اه بيبسي اه 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 بيبسي. لكن لو انا بتكلم على بيبسي. وآآ مارندا. وآآآ هنا بتكلم على لينس. لو انا بتكلم على آآآ بيبسي وبتكلم على آآآ بيوبة تاني خالص. آآآ بس تبع شركة في آآآ آآ ماليا تبع بيبسي بس نشتاكل اسمها. فده اسمه ويتس. لان دي ماليا ليه حاجة سعب. فاصبح خط انتاج مقترب. شابسي. لسال صح. شبسي تضحط ديبس. لو انا بنكلم على الأحجام. ان في حجم كبير حجمه صغير. آآآ حجم بجنيه ونص في حجم بجنيه. في حجم بجنيه. في حجم بتمين جنيه. في حجم بتاعتها جنيه. فده ديبس. آآآ صح. شبسي ديبسي هي شركة ديبسي. من نفس الشرك. فهنا كويتس عمل لين لشبسي وليم ديبسي. فده مرسيدة فئة صغيرات صغيرات. مع ده اللي احنا قلناه. ان هو هنا بقى ايه؟ عمل لينس. ان هو عمل فئة صغيرات في حجم بجنيه. بس هيه في الأول وفي الآخر عربيات. فيبقى ده ايه؟ ليم ايه؟ ليم واحد. ولكن ديبسي مختلفة. صح يا بريد؟ الصغيرات العربيات والجزافات. بس لو جزافات هنا فيه كزا له خط إنتاج. في النهاية بنوصل ان احنا عندنا ايه؟ product mix. شايماء بتسلسوية. هل الأحسن الشركة يكون عندها منتج واحدة وتطور فيه؟ ولا عدة منتجات؟ بص يا شايماء. هي الفكرة بنشيء احسن ايه؟ ده اللي احنا هنتكلم عندي كان شوية. هو انا قراري اعمل ايه؟ لو انا عندي كزا منتج. ولا هني الافضل لان ازود على منتجاتي ولا لا. بس هو دايما 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 ان انا اشتغل ان انا عندي product mix. ده صح. ليه؟ لان هنتكلم كمان شوية في حد اسمها product lifecycle. لو انا اشتغلت على نفس الproduct طول حياتي. دور ده يقع. وهنا ضعف ليه؟ يعني اي product في الدنيا آآ شايماء ليه life cycle. ليه ضوط حياة. في الاول في اخر هينتهني. شئنا ان ابينا سينتهني. تمام؟ آآ وبالتالي لأ لازم اننا ابعد product mix. حد عنده آآ 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 تفكير تاني او او انسلة تانية. طيب. عشان هنخلص ده وهناخد ريت عشان ينصر. اوكي? طيب. عشان ناخد بقى قرار في product mix. لازم اعرف الاول هل انا ها 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 هامل ها هاشتغل لان انا عايب اعملي آآ 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 كذا product. ولا ها هامل كذا خط انتاج. تمام؟ لازم عشان اعمل ده؟ لازم اكون عايب. هل انا عندي قدرة اولاً قدرة انتاجية. قدرة صلوس قدرة انتاج. هاشتغلها عايشة. تمام؟ فبالتالي قدرتي انما هتوسع ده هيعتمد على كذا حاجة منها انما مثلا عشان اخدوا القرار لازم الاول هشوف الموضوع انما يبقى عندي قاعدة كده يزم الشارع عليها انما يبقى قاعدة انما 20% من انما بصرفه بيجيب لي 80% او اا سوري يعني دائما عندي ببيع الحاجة ويبقى بكسب منها تمام؟ لازم بقى في تفاعل في الميكس يعني برضك ما يعملش منتجات تبرق بعض لبعض الناس يقول لك ايه كل نفسك ما حد يأكلت غلط حاجة عملك ده عشان تاكل من السوق مش انك تاكل من نفسك تمام؟ نفس الكلام فكرة الماركت بروفايل لازم يبقى عندي خريطة كده تقول لي انا البرودوكت تاعي فين وين تمام؟ فبعمل الماب ديت زي مسلا هنجد مثال زي بي ام دابلو زي انا كده ان كل عربية لها المستوى نفس الكلام في ماركت ماركت هتلاقوا ان ماركت ده مستويات ماركت دي المستويات هتلاقى في حاجات رخيصة زي الفيرفيلد ايه دي بقى للايه للطلبة للشباب ان هو ايه هيقدروا ليه لبسلا بخمسين دولار ولا بعشرون دولار فهيستغلوا من الفيرفيلد ايه دي حاجات كده ايه للشباب الصغير اللي هو معافوص على قدو فبقدر يخش فيه في حاجات اسمها القطر يارد دي يبقى للناس اللي هم ايه مندوبون البيع اللي هم بيسافهم من مكان لمكان دول الشركة هي اللي تصف عليه تمام؟ فهياخد مستوى اللي هو احنا في الوقت نبدال ده اللي هو مستوى التلات نجوم اه 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 فندق اه 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 موتيل صح كده يا اه اه اسم صعب شفاق تمام؟ اه ان هنا ده موتيل اللي هو فندق صغير تلات نجوم اه بقى انام فيه اكل اه هاخد اكل كويس وخلاص وخلاص مفيش مشكلة فيه بقى مرط في نادق مرط اه ده بقى اللي هم المديرين اه اللي هم اعلى شوية هنا بقى اه دول بقى بياخدوا مستوى هو الاربعى نجوم تمام؟ ده فندق اعلى اه والتي بتاعته احسن تمام؟ او في الاخر في الاول موتيل فيه بقى اللي هو ماريوت ماركس دي ده اللي هم الناس الايه الهيه 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 الاغمية او الواقصة مالس الادارة هم دول اللي بيقين فيه فهنا ماريوت عمل اربع انواع من الاتلاع ولكن بتختلف على حسب المستوى المجدي للعميل بتاعه جيدا بلمارت ده يعطي له المارت يا ماركوس. ده صح. جيدا مارت ده يتحط هنا. ده مش اي حاج نيروش جيدا بلمارت. صح يا مرحانة؟ ده سبين ستار. سبعني جود. فبالتالي نقدمح بيتارجب الناس ما يمفعش مع السعر. اي بروضوكت في دنيا. بروضوكت ده زي وزي البنيادة من الزبط. ليه مرحلة اسمها الانترو دكشن. في البداية خالص. وبعد كده يخش في الدراس في يمه. بعد كده يبقى ماتيور. ماتيورة اللي هو النود. وبعد كده يخش في البيتل عين. هو الوفاء. تمام؟ اي بروضوكت لازم يمفع هذه المراحة. مرحلة اللي هي قبل ما يكون تكاون اساسا. وبعد كده يخش في مرحلة اللونش. اللي هي نزوله في السوق. بعد كده المفروض ان هو بيخش في الدراس فيس. ان هو بيكبر وينمو. وبيع بشكل مبير جدا. بعد كده بيوصل للنود بتاعه. وبعد كده بيحصل له بتلايين اللي هو بيبزل. في كل مرحلة. في الكرورة بتاعي لازم ابعاف ان انا. يعني في الاول في محارة الانتودكشن. لازم اعمله بايرت. يعني ايه بايرت. ان انا اول جهه. يعني اه يعني ازبط له بي. احاول قد مرضى ان انا ايه? اديب الدعم الممكن. عشان يوافع لك ايه? اصبح. بعد كده في الجراس. اه او في انتو بقى في اه في الجراس فيز. او بقى بيجب بقى بيان معي لازم ايه ازبطه اه 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 اوجهه بصح. ان انا اجيب اقصى انتاجية ممكن من كده. بعد كده اخوش في ان انا خلاص بقى ماتيور وابقى متزبط على حاله. فنبتدي ايه ملكات. ان ايه احلبه. يعني اجيب زي ما هو كده افضل ما عنده. خلاص بقى وصل من الدقلال. اعطيه واخلص منه. وان اعطي ازاي? فاحنا عندي دقاء اول محالة 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 البداية. خالص. في محالة الانتوداكشن الهدف بتاعي في البرودكس البتاعي. هقول والله انا هتلاقيش. يعني انت سبت كل ده. وحايت تعطيه وليه هتلاقيش. طيب اعم اقول انا هتلاقيش. عن ايه عن زبط فيه اه 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 افضل عزبط فيه وعلى كده هتلاقيش. طيب. اه المحالة الاولية. اللي هي محالة الانتوداكشن. انا رأى لسه بقى المنتج ده ايسه منزلش او لسه نازل اهو. هنا اه الهدف الرئيسي بتاعي الشباب ان انا. اه. 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 اه اه. 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 اه ان انا لازم ابني طلب عليه. هنمسك الحراء. ها دي لأ. اله الهام فل تيس اللي هم وما نجارش نفرغة منه. لسه ممتق يعني ايه ما بقى هندي مثالك. انه هو لسه ممتق في البداية خالص. تمام? مفيش حد قبل كده تتكلم عليه. اه هنالجي اعطيها اوه اجي البرودكس دوان? لو انا عندي اه اه في البداية بيبقى عدد انا بسه داخل السودة الجديد مفيش يعني لو احنا نالجي عليها زمان كده ما كان شغل بودافون وبنير بس. والاثنين شبكات موبايل والاثنين بروكس واحد مفيش واحد بينه. والفقات مفيش فوق خالص. تمام? دي مرحلة. الـ price عموما في الـ introduction دايما بقى عالي. دايما ما ده منتج لسه في البداية بيبقى سعره عالي. لو فاكرون كده اسعار الموبايلات واسعار الشركات بتاعت الموبايل في البداية. كانت عالية جدا. كانت سعارة الموبايل ان كانت ضعيفة جدا وتمام تلات تلاف وضع تلاف جنيه. وكان سعارة الخط الـ الفين جنيه. صح? لأ هنا هنحاول بنتكلم على منتج نادي ولا مش نادي. اه طبعا احنا هنا بنتكلم على منتج في مرحلة الـ introduction هو لسه في البداية. فطبعا في البداية المنتج مش كتير صح والغات. طبعا انه منتج واحد منتج اين وهكذا. زي مثلا لما يكون عندك دواء اول مرض ينزل في السوق هو منتج واحد بس. تمام? بعد كده بيت بتدي يظهر منافسين لي واحد واثنين بس. ففي البداية طبعا احنا لسه بتكلم في الـ introduction منتج لسه في البداية. فطبعا عدد المنتجات قليلة. اصعارها غالية. تمام? يعني ايه place يا شباب? يعني التوزيع. طبيعي منتج لسه جديد. اه ما انا بتقول صار مهم جدا. انه انا لما اقفل اصل انه ارخص المنتج الجديد لها عشان ايه زي بلاس? لا يا ندا. عادة ليه يا ندا? لما برجع لو ارخص السعر لمنتج جديد ده في حالة لو المنتج ده فيه زيه في السوق. فعشان كده بحاول ان انا اه ارخص في السابق عشان ناس تشتريه ما تشتريهش المنتج التاني. صح يا ندا? لكن هنا باتكلم. لا في البداية خالص طالما منتج لسه جديد يعني مفيش حد عمله قبل كده. تمام? بيبقى طبيع المنتج ده بتبقى ساعله عالي جدا. هنوجع تاني. المسال بتاع آآ آآ موبايل. تمام? آآ بيبقى دايما طالما اخنه هو لسه منتج جديد مفيش حد مفيش مجردات تاني في السوق. سعره عالي جدا. اه ادكاته مش مش عادية. بس سعره عالي. نفس الكلام لما نفتكر النوت بوك او اللي هو اللابتو الصغير. اول ما نزل كان سعره عالي وكانش ما فيوش امكانيات خالص. ومع ذلك سعره غالي. امن? زي اه 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 محمد بيقول مش ده يا سليمي تسويق منتج سعر. سعر مكان. ام يعني الكلام مش مش موجود شوية يا محمد عندي. اه منتج سعر مكان الطريق. سعر منتج على حسن مكان الطريق يعني ده عطبق. بصوا. انا هنا لما بتكلم بتكلم على منتج لسه جديد. طبعا ما هنتكلم في الانترو داكشن يا شباب. انا بتكلم منتج لسه في البداية. ازاي اللي احنا نتكلم بقية على الايفون آآ سيكس. الايفون سيكس طبعا غالي جدا. علشان جديد. شكل جديد من المبارد جديد. طبعا? فطبعا غالي جدا. عشان هو لسه فين في الانترو داكشن. الـ place اللي هو التوزيع. توزيع الـ place مش معناه انه هو بيباع آآ يعني المكان في في المارفو معناه مكان اللي انت بتشتريه منه. مكان التوزيع منه. فين بيتوزع. طرح المنتج ده لسه في البداية في الانترو داكشن. يعني بخطاع مكان محدد. يعني متوزع على كل المناطق. يعني بختار هنا مكان معين اكتر من حتة. عشان يبقى لو انت عايز تشغل ايفون سيكس هتروح عند المحل الفناني فوق هنا وهنا. ترنا عشان تشتريه. وده بيتوضع طبعا في الاعلامات. طبعا? اللي هي الدعاية. اه فارحان بتقول المنتجات الغالية وجديدة طرق المقدمة حتى الشطرات الغالية في وفوف العدل. ليه يا جاء صاحف ها? عشان تبقى دايما في المتناول. انت عايز تشتري آآ منتج. منتج ده هاي. فبداية بيتحط بشكل واضح بالده اخنا الناس ايه? تجيبوا. زي السمارت تيفي. لو وقت نسمع عن التلفزيونات. البلازما والسويدي. وما تقدر تشوفوا التلفزيون سويدي مين غيره يا نظارة. ما تلاقيه كمان دلوقتي غالي جيدا. لكن وما فيش غير الشركة واحدة اللي اتعمل دلوقتي يا شوتيبة. لكن لو هذا المنتج اصبح موجود لكذا شركة بشكل آآ متناول هتلاقي نساوي ايه بي ايه. اه اه السمارت تيفي. اللي هو بيكلمك بزمارت وتالصوت ده تكملوش دي ربيدة. هتلاقيه برضا تمامي غالي. مبارد ان هو يبقى عن موجود في اكتر من مكان. فاصبح مدقاش آآ في الانتروداكشن. لكن في الانتروداكشن همه ان هو منتج لسه جيد. عدد المنتجات اللي زيه قليلة. سعر غالي. توزيعه في المناطق معينة قط. الده بتاعته الهدف منها هنا بابني برااند اول نسا. هنا ببني الاسمارت في بي سامسونج. بابني التلفزيون البلاسما بتاع توشيبا. الهو السري دي. وهكذا. فهنا لازم بابني اسم سوء بابني وبراعي بالمنتج. بالدراند نفسه. بالاسم المنتج نفسه. آآ عندي آآ بروضة سعر غالي. تمام. وعندي آآ بروضة يعني دعاية آآ آآ يعني آآ غالية مكلفة. فهنا لازم استخدم استروب استراتيجية كده اسمها رابد سكيمينج استراتيجي. يعني ايه رابد سكيمينج استراتيجي? كده مقلوبة يا طهر. لو مقلوبة حاول اعمل الفريش منتل الصفح. تمام؟ يعني ايه رابد سكيمينج هو. انا دلوقتي عندي منتج غالي زي مسلا سمارت تيفي. ده طبعا وغالي. وهي عامل اراتي في التلفزيون فالدعاية تبقى غالية. فطبيعي ان انا بحمل بحمل سعر الدعاية على سعر البحث اللي انا عملته ده حصل على المية عشان صارها منتج دي في البداية. فهيبقى المنتج سعر وغالي جدا في الاول. تمام؟ وبعد كده تماموا بايه؟ بيقل بسرعة. يعني الاول ما بينزل بدي حوالي خمس ست تلات جديد. بعديها بست شهور سنة. لأ بقى ربع تلاف. بعد تلات تلاف. ويزبط على سعر المعلم. تمام؟ فده بنسميه ايه؟ ده بالشيء. يعني انا بتجي بالغالي قوي. تمام؟ وبعد كده بقى اللي ايه في الساعة. تمام؟ بس هنا بقى اللي بالساعة ايه؟ بسرعة. طب لو انا بقى لأ الدعاية بتاعتي رخيصة. اللي انا مش هرص في كتير في الدعاية. او في пример gamblener promotion. آآ بس ال prix بتاعه عائلي. هنا بقى بستغل من slow skimming strategy. انما بيبقى الساعة للحاجة زي مسلا يوبيب. هو هو باياه الأول ما بينزل بيب Contactvlog هوا بحواليه تلات ف Илиบتع خمس ستانيلة جنيه. بعدها بشوية ببتوصل بقى 1.000 جنيه Uganda الفرقب واحدة наб communautaj ايه بتين جديد وهيكذا الحد ديني للحاجة تيك الرابط ده انا بقى سعر السعر بتاعت صغار رخيص هنا بقى يا فرحان هنتكلم بقى ان انا ايه? لأ انا اساسا سعر رخيص وعندي دعاية قوية جدا هنا بقى ايه? ان انا هنشر دعاية في كل حتة فانا عايز اوصل في كل حتة في الوقت ممكن فهنا بستقبل انا عايز ان تشهب صغر بسعر رخيص جدا عايز اوزع نفسه في كل حتة عايز كور ناس تعرفني فده بيسميه رابط بنتريشن ايه استراتيش واضح؟ السلو لو انا اه زي المتابات ايه ومالوي دائما بنفسه ان هم اه سعرهم اه يعني مش غالي ونفس الوقت بيحاول بقى ان هم ينتشره بشكل جيد جدا اه فده بنعتبره ان هو ممكن يتحطه تحت الوقت نفس الكلام نفس الكلام في ان انت بقى ايه سعرك قليل والتاعات تاعتك قليلة فنفيش مشكلة بقى انت بتحاول تخطيك بس بغط طيب ايه اللي ايه اللي انا كده واحنا قلنا بابت اسكيميك ان هو البرو دكت نفسه الناس متعرفوش لسه متعرفوش زي المونه كده التليفزيات الهياء السريه دي فبالتالي كل ناس مش عابفينه وبالتالي لازم بقى ابني سمعة بقية عندي اه اه يعني سوق كبير جدا ان لسه انا متوقعه وبالتالي ده اعمل اكبر كم ممكن من اه الدعاية والاعلان عشان الناس تشتريه بسعر عالي اه بس الناس عشان هما شايفين ده حاجة مختلفة حاجة جديدة انا اول واحد هشير حاجة دي تابع اليوم دي السلوس لمينج ان انا عندي بقى الماركت اه الناس عارفين البرو دوت اه ولكن مفيش كومبيوتر اقوائي طبعا وبالتالي مفيش انا اكون رقي في الدعاية وان ما يكونش سعره غالي اوي الربو ديمتريشن ده انا قد انا عندي سوق جدا والناس مش عارفيني تاعي جدا والناس اللي في بقى السعر اقوي انا بقى السعر افضل زي المتغلص بالضبط انها دخلت بشكل كبير جدا بشكل قوي جدا سعرارة في المتناول فبالتالي ان باعوا بشكل كبير جدا وبشكل اختراق قوي جدا الاسلوب نتريشن انها عندي سوق كبير جدا والناس عارفين البرو دوت كويس جدا وبالتالي بياخد وقت طويل اوضالي بياخد ايه اهوش ده السوق المرحلة التانية اللي هي الدرس خلاص اول مرحلة ان هو كان في الانتروتابشن يسا في البداية يسا بياخد الكرر لا مانش ده في الدرس بقى انا خلاص ده ان هو بقى ده ده بقى يكبر فالاول حاجة البرامر يقول بتاعي ان انا اكسب الكاسمت في لأ ان الكاسمت في الكتابة عندك عمودي ايه المشكل يا طاهر طاهر اعمل الفيشمنت كده اعمل الفيشمنت شوف الكتابة عندك كويسة ولا مش كويسة تمامي شوية طيب هنا بقى هنا بقى بتكلم على انا بقى عايز اوصل اللي خليني اشتري السامسون نوكيا ان انا اقول بقى ان هنا الكواليتي تعطي اعلى او الامكانات هنا اعلى الايفون امكاناته افضل عن ما عرفش ايه طالما انا بقى وصلت بقى في الجراش ونبدأ المنتج ينوه بشكل جديد جدا وعمال بشكل جديد وبيعب يزيد بشكل جديد جدا هنا لازم اتكلم على الكواليتي هنا افضل في ايه بردك طالما ان فيه لازم احافظ عليه وبالتالي بحاول انا اجيب كاستمر بديد وهكذا البلايس هنا بقى بخلي التوزيع بتاعي يكون يعني ايه ان انا ازول عدد الناس الموزعين بتوقع ان انا اكون موجود في كل حتة ان انا اقدر اوزع في كل الناس تمام؟ عشان عايز البرودكت التاعي يبقى منتشر اجي معايلك مهارة الايه الجوز البرموشن الدعاية لازم ازود الدعاية عشان ازود الايه البراند ليه تشتري اعايز نوكيا اروحه الوضع ده مثال قوي جدا عشان ابيع ان انا اشتري نوكيا اروحه الوضع فبالتالي اعمل ده اكترى جدا عشان اخلي الناس حفظين 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 البرودكت بتاعي فعشان كده في محارة الجرس لازم احسن الكواليتي والفيتشور بتاعتي لازم موديلت يعني اعمل كذا موديلات زي ما رونا هم رونا كده اعمل في البيم اعمل في الموزيز بعمل والسي كلاس ده اعمل في البي ام دابيو الفئة التالتة وفئة الخمسة وفيه هاتشبات وفيه السيبان اللي هو اللي تحب الشنطة تبقى عاديا وهكذا هخش تمام اللي هما الابيل بس ده اتحط لوجه يا احمد هما هنا بفترة سوية نوكيا اللي هما الابنين محطوم فيه بقى ده اللي هو ببتاع نوكيا بس هو طبعا صح اللي هو عايزين يزع براند اسم نوكيا وراند اسم نوكيا وراند اسم نوكيا الادين اللي بتتساوي على بعض ليه بلغيه عالكومينيكيشن ان التواصل يفضل ما بين الناس معضية تمام؟ نوكيا وسامسون كل ده في دلوقتي ان هما عمالين يكبروا عمالين يغيروا في يزودوا بروضات يعني ينوعه في بروضات يزودوا اه ده هناك يتبين كده ان هو بيزوع بيزود الكبرج بتاعه يبقى موجود في كل حتة تمام؟ اه يبقى موجود في المولات في الهايباد ماركت يعمل له كذا مكان عشان يبيع اه المنتج بتاعه يقول لها الحق بقى يبقى يبقى امنات لموبايل بعينه يعني يبقاش بقى موبايلات موكيا يقول لها انت ليه تشتري الام ايت ما تشتريش النقي العادي وهكذا تمام؟ وبالتالي عشان كده بقى انك يقلل ممكن يقلل عشان يكسب سيجنة جديدة ان هو يعني موبايل مسلا لناس اللي هي على فلوس اللي فيه ناس تقدر بخمس تلاف جنيه ويعمل موبايل لناس تلاف جنيه ويعمل موبايل اللي بقى الفين اللي هو فيه موبايل في مئة وفمئتين ولا كده فهو بيعني الشرائح متعددة اللي هو بيشتغل انه ليه نفس المنتج بس بيعمله بشكل المنتج دي بقى فكرة كل نفسك قبل محدي تاني يأكلك لا يا احمد مش هايا دي مش هايا دي لان هنا انت تكبر انت عمان تكبره السوق السوق بيكبر وبالتالي انت مش بتاكن في نفسك لان السوق كبير المرحلة التالتة يا شباب اللي هي اللي هي مرحلة الماتيوريتي اللي هو النوت بقى تمام؟ مرحلة النوت ان انا استومنتين ماركتشير احافظ اه انا بقى واجل بيكبر شايل مثلا اه تلاتين في المية من الماركتشير من من حجم السوق اه حصتي في السوق تلاتين في المية او عدين في المية اتفضل يا تاني تقابل الله مننا ومنكم المام؟ اه 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 فمحلط النوت فمحلط النوت هنا بنتكلم على ايه؟ هنا بنتكلم يا شباب ان الرحمن الرحيم. اه ان هنا وصلت بقى للتشبع. ان انا عندي اه حصة معنا في السوق وعايز حافظ عليه. انا عندي ثلاثين فنوان من السوق فانا عايز احافظ ثلاثين فنوان. مفيش حد يأكل مني. هنا بقى يا احمد كن حفسك قبل بحد يأكل. تمام كده? ليه بقى? تضايع. لان انت قولي انت عندك سوق في السوق. انت عندك بتحاول تحافظ عليه. تمام? بتعايز حد يجي يأكل منك. تمام? فانت عايز تحافظ على الماركت شير ده. فالفوروكس ده لازم تعمله موديفيكيشن نيد وآدت فيه. لازم بقى تزود في الفوروكس ده شوية. تحاول انك تحصل منه شوية. تعمل بعض التعديلات. وتقول ده ده شكل جديد للموبايل. بدل ما هو سلايبينج. يعني ان هو بيتزحل ادواتها. بيتفتح وتقفل. او ان انت تعمله حجم اصغر وهكذا. انك عن ما يتضبط شوية في الفيتشورز بتاعت الجهاز. او تزود له امكانات امضل عشان اه تحسنه. كمان هنا الـ price انت هنا بتحاول انك تقلل سعر. او تنزل منتج جديد بتاعك بسعر اقل. بحيث اكتحافظ على الماركت شير بتاعك. ما حاجل الشيء ياخد منك هذا الماركت شير. اه الـ place لازم تدور ما تدور عندك new distribution عشان لازم ملافذ توزيع اقبل وجديدة. لو انت هنصر بكات عامل اه مع اه مع موزع معين لا لازم تدور دارة الموزعين بتوقع عشان توصل لأقبل كم من الناس. هنا بقى الدعاية او الـ promotion لازم بقى تقول انت ليه مختلف? انت مختلف وهنا بتتكلم بقى على الـ grand loyalty. انك عايز تبني عميل وعند ولاء لهذا المنتج. زي ما عندنا ناس كده ما بتغيرش ريبسي. دايما يشرب ريبسي ما يغيرش كوما كولا. والعكس واحد بيحب كوما كولا ما يحبش يغير ليبسي. الايفون فيه واحد دايما لما بيمزل آآ آآ جديد او حاجة دايما يشتريها. ما يشتريش حاجة تانية غير الايفون. هو عارب الايفون وبليبها بالايفون. واحد تانية بيحب السامسوق وما يغيرش السامسوق. واحد يحب النوكيا وهذا كزا. فيحب تقول زي ما داخلت ماركروسوفت مع شركات الموبايل لانتاج تلفزيونات تلفونات لواندوس زي من النوكيا لومية لوميا وسامسوق آآ 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 من المسطلقة. ده ده حاجة دا يعني. هو هنا احنا بنتكلم في ماركت شير. وانجان ان انا بنتكلم في اكسبانشن يعني. يعني هو برضك بصو يا فرحان هنا ما اقدرش اقول ان هم بصوه انتيورتي. تمام? آآ لان اني بتكدني ده ده اسمه اللائمز. ده تحالف. تحالف عشان احافظ. اه هو ضعب فيه جزء منه. آآ ان انا بحافظ على ماركت شير. لديه ان انا مش عايز الحاجة من بس ده بضع داخل في النطاق الجروس لان هم استيل حتى هذه اللحظة شركات الموبايل وماركو سوف عندهم في الجروس في كل يعني السنة دي مسلا عمون جروس 20% وهكذا يعني كل طالما لسه جروس بتاعهم في 20-30% فده اسم جروس لسه في محاطة الجروس لكن امقول بقى ان هم نسبة النامور اللي حصلت 5% 2% 3% اه هنا بقيت في المتوريتي المتوريتي ان انا لا انضج ما بيزدش اه التطور بتاعي او مفيش جروس مفيش نمو اقتصادي تبام؟ فمساكة الحال داخل اكبر اكتر في نطاق الايه الجروس فيز عشان كما اه اه ايه اه اطول فتوة ليه يازم احافظ لها في فتوة المتوريتي لان اولا صرفي عليها اقل لان انا خلاص انا كل بحافظ علينا بحافظ على مكانتي بحافظ على اا اا شكل في السوق بحافظ على اا اا تشوف مشكلة ان انت عندك كمان مفيش مشكلة بس حاول تتابعنا تابعنا شوية ضعين وان شاء الله الدنيا تبقى يعني حاول تعمل فاشمونت كل شوية حسنة تقدر تاخد اكبر كامل ولو لا قدر لها الدنيا وعراك اوي يبقى ان شاء الله وانس ان المحالة تخرص تحاول تسمعها تانية مفيش ايا مشكلة طيب اطول ندة المكيورتي لاني طيران من طيرتها مفيش مشكلة لاني لو ما طيرتش هتحاول الى الدكليل انه هو المحلال بقى الاحبار تمام؟ فلاحاول في المكيورتي ازا اما كده انا اطول في السوق ان انا اجيب عمل اجداد اجيب استخدام جديد ادور على ناس جديدة خالص اا اكسب عمل اا بتوع منافسين بتوعي ازا انا في مثال في حالي نتلاقي مثلا شركة الفودافون تكلمك لو انت عامل مجنين او شركة مجنين تكلمك لو انت عامل الودافون وهي كذا لانه هو كل واحد بيدور انه هو سوق خلاص تشبع ليش حد قادر انه هو يجيب عمل اجداد فبالتالي يدور على عملاء المنافسين بتوعي اا شكل الودافون يحصل في الودافون يحصل في الشكل العام ممكن كمان انه هو يعمل الودافون يعمل اي حاجة تخلي الناس تخلي الناس عندهم ولاء اللي الودافون يدع اسوء بقى بقى وهقول ليه يا ترحان هنقتلوا نخلص منه ليه هنا بقى خلاص الودافون انتهى مبقاش استنادي套 بيع اا اه اعشل تلاف استنادي套 بيبع تمام تلاف اللي بعدها بيبع ستة الاف عمال وخاد الغراصة خاد الغراصة وبيمزل بيمتحه تمام كده بقى الودافون التاعتم اللي بقلل فيها النمبر لان لو عندي الودافون انتاج لو عندي شكل من المنتج لا هو يبقى شكل واحد وعلى كذا. بقى اخلص واحدة واحدة من المنتج ده. الساعة ممكن اقانزل لالساعة ممكن. عشان اخلص المستوكات اللي عندي. انا عندي اه 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 كمية الف لا انا ممكن اقال ساعة واحدة من اخلص منه. تمام? البيتس نفس الكلام انه في 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 نظام التوزيع لا هنا بقى ايه بقى ايه بقى انا انا اه منغلق في السوق لأ هون مكامعة اه موزة عندي هون دولي بقى موجودين علشان آآ آآ اقمن تكلفة التوزيع الفرموشن بغالبا ما بضحش دعاية جبيرة ولكن دا اكتب بس على آآ 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 علشان الدوقي الأول آآ ده يكمل وخارص. هديكم مثال لآآ لمنتجات في الدكلاير. حد فاكر يا شباب آآ آآ الفيديو لهذا الفيديو الاجيب. حد دلوقتي يشغل الفيديو في ديته. الفيديو بصريتي انا ده. لا محمد قال لا. ما يا عميت لا. شاينيه قالت لا. نعم يا قهيمي لسه عندك تشغيل الفيديو. الفيديو بصريتي وبتشغله وتجيب شرايط وكده. التليفون ما انضغرش اقول ان هو في الداين اه 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 يا محمد اه لا ده استيل في المتشوفتي. ولكن قد يكون في وعد ان هو يتحاول المزام القديم. هزارتها زي بحضر. في مياس عندهم مثل التليفون. اه 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 اصبح منظر اكيد طبعا. اه طبعا. بالنسبة الفيديو هو منظر. زي الفيديو اللي هو اللي كان بيحط في اه الحاجات دايات ده اه. عضوات الف وتونية وعشرين. عضوات الف وتونية وعشرين. هو في حد بيشه عضوات الف وتونية وعشرين. اه ان له ييه ده تحف? ان له تحف? يا محمد ماش ما ستبلاش ايه ذه ده اه اللي هي قيمتها في اه في اه في اَدماء قديمة وكده. فلأ ده كله امسالة. فعندنا اه 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 نسال الفيديو عندنا مثال الهارد ديسك فاكلين بتاع زمان اللي هو كان اللي هو الاسود الصغير ده اللي كنا بنعمل محمد بقول المحمود صاحبه بشايرين في حاطينه عامين في فيديو بتاع صافيه والله كويس. المربع شكله. اه صح يا اللي هو شكل مربع. العالة الكتبة صح يا محمد. فين العالة الكتبة دلوقتي? فيش حد هو تشغلها على العالة الكتبة. تمام? فكله ده في الدكلاير. مان? فلازم اخرص منها. عشان كده يا نادا كتبين ايه? دونت جيت انوش نجي انفورت. نبقاش بقى ايه? نفسيا بقى وعطفين عشان دي حاجة انا بحبها. فمش هخرص منها. لأ. طرامة ان ده منتج دخل في الدكلاير وخراس متقدمت ونقاش ينفع انا نشتغل بيه. فبالتالي لازم اخرص منه. العاب الفيديو نفسي بشكل كمير جدا دلوقتي. البلاي ستيشن اه والوي والحاجات دي هي ديات اللي ايها اا اا شكل افضل اا في السوق. فلولا خاصنا الموضوع بشكل جيد جدا كده يا شباية. هنقول ان في ما عنديش منفسين كتير. لكن في اا وبالتالي هو واحد او اتنين بالكتير فانا فيش مشكلة. هنا ببتدي اعمل او ان انا ببتدي باعلى ساعة. وابتدي اعلق او ما انا اجيب اقل ساعة عشان اقدر يخش ده ساعة. وفي البرموشن بحاول ان انا ادي اا اا معلومات كتيرة جدا ادي افكار كتيرة جدا عشان الناس تعرف بشكل كبير جدا. تمام? وبحاول في بتاعي ان انا اقلل عدد الموزعين بتقول على القدمة باختار عدد معاية من الموزعين. لكن في هنا الكمبيوتر يزيده عدد الموزعين بيزيد. اا البروضبت ببتدي اعمل انه كزا شكل وكزا اا اا براترسع بقل شكل وكل لون. اا بحاول اا اا يعني اجيب اكبر ماركت شير ممكن واعمل بديلات وعشان احسن على افضل ساعة. كمان البرموشن بزود البرموشن بزود الدعاية بزود الاعلانات عشان الناس تشتريه. وبالتالي بزود عدد منافذ البيع علشان اقدر اا انشور المنتج راها بشكل جيد جدا. فمهارة الماكتورتي عندي عدد كبير جدا من الكمبيوتر من الموزعين. عندي اا خلاص وصلت للتشبع بقى. فان انا مش هقدر امتج اكتر بكده اا خطوط انتاج هو كده خطوط انتاج تشبعك. اا هنا بقى بحاول ان انا في البرايس ان انا بقى ساعري منافس مايباش اي حد يقدر بحافظ على الماركتشير بتاعي. وكمان ان انا في البروموشن مجال بس مايباش اقرب الناس بالمنتج بتاعي. وبوضع المنتج بتاعي في اكتر من مكان. في اا اخر مرحلة اللي هي مرحلة النهاية بقى. بقى 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 ان انا كده 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 كله بيشيل ايه دون بيتساعد من هذا الصوفة بيقام. المنفسين. اا بقى 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 حاول ان انا اخلص من موقع بيهم باي شكل عشان مايباش عندي عائق. ومحاول ان انا ابيعه بشكل فودفول يعني في شيء منها وبحية. وبقلل خالص الدعاية. وبقلل خالص الاناكن التوزيل. انا بقى عندي كده. عني كده اا منتج. ازاي استثمر? وازاي اه اتعامل? ومين فيهم ده ما استثمر فيه ومين فيه ما استثمرش فيه. في حاجة اسمها البيسي جي ماتريكس. كباب? ايه موضوع ده البيسي جي ماتريكس ديات? قالت يا سيدي ايه? انت بقى يا سيدي لو عمتك كده برودكت. عمتك كده برودكت لاين. طب انت عايز. هل انت عايز تبني فيه? ولا توقفه? ولا تستثمر فيه? ولا اا تاخد منه وتستثمر في الباقي? فلازم الاول تبص على حاجتي. اول حاجة اسمها ماركت اتراكتفنس. يعني هل السوق اا متقبلك? اا اللي هو ماركت سايز والجروس ريت. ان انت الماركت بيجر ولا مجبرش? السوق بيجر ولا مجبرش? اا هل فيه بروفت? اا يعني هل فيه اا اا ربح من الموضوع او لا. شكل السوق التنفسي عامل ازاي? بغضا بيجرس على البزنس تونس. اللي هو الماركت شير. انت بقى سوق اا حاجمك في سوق اد ايه? وهكذا. فاهم حاجة احنا هنا بنشوف الموضوع ده بنبص على حاجتي. بقى الماركت بروس. هل السوق بيجبر? ولا لا? الحاجة التانية ببص على الماركت شير. هل انا حاجمي اد ايه في السوق? على هذا الاساس بنرسم البيس جي. ايه البيس جي ده. اللي هو بتاع اسمه بوستن. دي شرطة اسمها بوستن. عملت الشكل ده. وقالت يا عام انت عندك حاجة من الاتنين. اه حاجة من الاربع احتمالات. الاحتمال الاول الاحتمال الاول ان يكون الماركت اا اا جروس ريت عاي. هاي جروس ريت. السوق بيجبر. اا كل سامع عملي يجبر. وفي نفس الوقت عندك هاي ماركت شير. انت واخد اكبر كمية ممكنة من السوق ده. ساعتها بنسمي الممتج ده بنسميه ستار. نجمة. ده ده اللي انا هصف فيه. هصف عليه. لان هو هو سوق اكبر. وهو نفسه واحد اكبر حجم في السوق. وبالتالي ده بيجبني فروس كتيرة. وبالتالي ده انا لازم اصف عليه. طيب الاحتمال التاني. ان يكون الجروس ريت قليل. لو جروس ريت. بس الماركت شير كبير. انا الماركت شير بتاعي كبير. يعني حجمي في السوق كبير. بس السوق ده مستقبلا مش هيدبر. بنساعتها بنسمي المنتج ده بنسميه كاش كاو. اللي هو بنسميه ايه? ايه? ده ايه? البعوة اللي قد حرفتنا يا ساعة. ان هو ماركت ممكن يسميه اسم تاني. ده المنتج اللي انا بصرف منه. هو بيجيب لي فروس. لان هو بيجيب لي فروس ريتها جدا. بس انا عاكم ان في المستقبل المنتج ده مش هيدبر لي فروس دي. فده اخد همه اللبح بتاعه وبتدي اصف على المنتجات التانية. فده اللي هو كاش كا. الاحتمال التالت. لأ ان يكون عندي هاي جروس ريت. ان الجروس بتاعي بيزيد. بس لو ماركت شير. حصته بالسوق صغير. ده بقى بنسميه كوت شام مارك. علامة استفهام. او بنسميه شارل طفل. وده لازم اخلي بيزيد منه. لان اعرف ايه هو الدوق. الدوق بقى ان انا لأ عندي لو كروس ريت ولو ماركت شير. ان مش بيجبر بيقلب. وكمان حجمه حصته في الصوق طولية. وبالتالي ده اسم الدوق. ده بقى اللي انا ايه لازم اخلص منه. طبعا؟ لانه ده المنتج بيخصرني ومش هيكسرني في المشترك. تمام شارل? وبالتالي. لو بجبنا مثلا من شركة افل مثلا. ده مثلا للبسجي. هنقول مثلا ان الايبود ده بيعتبره كاشكاو. تمام؟ ليه كاشكاو؟ لان اول حاجة الماركت شير بتاعه ب93 من المراعات افل. لكن بتاعه تمامية في المائة. فده معنا ايه يا شباب? ان السوء ده واخد حجم كبير جدا. يعني هو اه حجمه كبير جدا جمالته واخد ده سوء الموبايل مثلا. بس بتاعه تمامية في المائة. يعني خلال خمس سنة كده مش هيمو وبالتالي مش هيبقى مش هيجيبني النومين. وبالتالي هنا ابل مش هتصف على الايبود. لا. لكن الفلوس اللي جاية من الايبود ده هتستسمنها في الاخرين. لو خدنا مثلا للستار الايباد. الايباد ده ده رايسا الماركت شير بتاعه ب75 في المائة. والبروسري بتاعه ب200 في المائة. يعني كل سنة بيزيد على سنة اللي قام ليها. كمام? هنا بقى ده اللي انا هصف عليه. وده اللي انا هتوّل فيه. وده اللي هعمل فيه كل البدء عشان اجيبني النوم اكبر بنفت. او مسلا عندي الايبود. بلغة الايبود ماركت شير بتاعه 16 في المائة. والبروس بتاعه 5 و70 في المائة. فهنا بقى ايه اه يعني هو هنا عشان لسه. ده انا هتبه كوتش مارك. ليه كوتش مارك? لان الماركت شير بتاعه صغير. بس الجوسير بتاعه بيه. فده انا هتبه ايه كوتش مارك? لأ لازم ازود الدعاء على الايفون. اشوف ايه المشكلة في الايفون? عشان اخليه ياخد اكبر كمام السوق. لكن بقى عندنا بقى مثال اللي هو ايه بقى? اللي هو اللابتوب الماك. اللي هو الابل ماكينتوش. الابل ماكينتوش هنلاقي مسلا ان الماركت شير بتاعه 40 في المائة. والبروس في ايه بيه بيضعه 40 في المائة. يعني واخد اه جزء صغير مسلوق وكمام معدل لمنوع بتاعه صغير. فبالتالي ده بيعتبره ايه? فمن بلادي ما تلاقيش حد بيشتري ابل ماكينتوش غير مسلا الناس الديزايرك همه اللي بيشتروا الابل ماكينتوش. لكن بيش حد بيشتري ابل ماكينتوش. صح? نسال تاقي. لبعض المنتجات هم لاقي مسلا. ماك مسلا ماك ويه اه 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 فاستفود اقتالي مسلا ان ماك ده بيعطبه اه استور. اه ليلة انو عنده هاي جروس وعنده هاي ماركتشير. لكن كمتاكي وبيت ظهر ده بيسمونه كاشكاو ليه كاشكاو؟ علشان هو عنده هال ماركت شير عنده حصة من سوق كميرة جدا ولكن الجو سير بتوقق لي لوجه حاجة اسمها سابوي ده حاجة كده زي السير من عفو والتيبسي ما بقاش مشتور لأول حاجة له ماركت شير ولو بو سير وبتالي أصبح ده فده لازم نخلص منه مثال تاني هنا نلاقي مثلا ان فيه زينجر ستريم دستر عليه طب كبير جدا ماركت شير بتاعي فدستر لكن رايس سبايسي اللي بيباع في كينتاكي بقى ده كاشكا ماركت شير عالي ولكن لو جروس ريت ما ده اللي اطلب عليه في بقى حاجات ريال واجبات بقى سان الريال كونجو مثلا دي دي مش واحدة حظ كبير جدا وبالتالي دي كوتشان ماركت في بقى حاجات ده اللي هو رز معها حاجات تانية ده مش واخد فلوسة لده جدا فده عقدة لدودة دي كلها امثالة على البي اس بوستون بي سي جي بي سي جي بي سي جي بتاعي ففالتالي بطلع بقى هلا هادني تقول لو انا عايز ازود ماركت شير فلازم اشتعل هما ان انا ابني هذا البروتر ده وده ادعه له مع الكوتشان ماركت ليه؟ عايز اقومه عايز احول الكوتشان ماركت ده وحاوله الستار فلازم ابني فيه لازم اصرف فيه لو عندي مشكلة احاول احلها وعليكم السلامة اتقبل الله من او منكم عايز اينفست فيه احاول اشوف ايه مشاكله عشان احلها له وعشان اوصل لحل وحاوله الستار فستراتيجي البلد اللي هال اللي ما انا قبل دي هستغرمها مع الكوتشان ماركت الستراتيجي التانية السياسة التانية ان انا اعمل هولد تمام فلازم عايز احافظ على الماركت شير هنا تلك فلازم احافظ تمام وده بينفع معاملين مع الكاشكا ان انا عايز احافظ على الماركت شير بتاعه ما يتقصرش يبدل محافظ على الماركت شير بتاعه ده ده عاية اعمل اخلي الناس تبدل شايفها البرودكت ده بشكل كبير احافظ عليها على رضا مادر السياسة التالتة ان انا اعمل بايفست بايفست ان انا بقى عايز اخلص مني تمام ان انا عايز ابيعه ابيعه اي حد وده ينفع للدوغز البرودك اللي هو الدوغز اللي هو لو ماركت شير ولو جروس ريت والكوتش الماركت اللي انا مش قادر حتى اه يعني اطور فيه او اعلم فيه الهارفست بقى ان انا بستسمي بقى ده بعمله فعل ماركت جديد اعز اعمل له خطة هعمل ايه هستمر بقى حاجة اسمها الانصف جرد ده ايه ما بقى هدوها الانصف جرد هنا بيقولك من البساطة حاجة انت عندك 4 اعتمالات لان ما عندك product قديم يعني مش معنى قديم ان هو لا ان انت هتعمل product already موجود زي في السوق فده هنا بتسميه ايه existing product يعني انت مصلا شركة دخلت السوق لقيت ان فيه شركة الكوراكولا وانت جاي تقدم البيبسي والبيبسي ده زي الكوراكولا فده يبين ساميه existing product في existing market تمام هنا لازم بستعمل السياسة اسمها ايه market penetration انا عايز اعترق السوق ده من عندي منتج منتج المنفسين زي وبالتالي انا عايز اخش هذا السوق فدعني اختراق هلا هاخترق بساعة هلا هاخترق بشكل مختلف باكتج جديدة فده بنسميه market penetration product development هنا بقى ايه لا انا عندي product جديد product جديد ولكن market قديم يعني انا جاي اه من الناس اللي انا كنت ببيع لهم البيبسي عايز ابيع لهم فكرة البيبسي الكام الناس متعودة تشنو البيبسي اللي في ازازة طب هيا بقى عامل منتج جديد او شكل جديد فهنا بقى عامل حاجة اسمها product development تطور في product عشان الناس تشتري طب لأ العكس بقى عندي product قديم او مغلوط في السوق بس انا يا سيدي عايز افتح اه سلسلة محلات في اه في السايد فهنا انا اشتغلت في سوق جديد الناس جديدة او الناس ما اتعامل معاهم فهنا باسميه market development انا بطور في market عشان يستطبع هذا المنتج القديم تمام الـ diversification ده اصعب حاجة بقى ان انت هيبقى عاملت new product product list be new market او مرات تتغلق فده بنسميه diversification اوه التنوع الشامل هنبدي امسل لو كلمنا على سياسة الماركت الانت هيبقى عندي existing product existing market يعني product قديم في سوق قديم اوه التبسي التبسي بتحارب في الماركت شاب كل واحد يحاول ياخد اكبر قد ممكن من الماركت شاب من حاجة السوق طيب لو new products في existing market الى هو product development زي تيوتا اني تيوتا مثلا عملت ايه اه ناس ديت عربية جديدة تيوتا كرولة جديدة تعد 2013 فده اسمه ايه هو الناس بتعاودنا تشترك عربية فانت جايب بيع عربية لناس بتشترك عربية فده اسمه ايه product development فانيسان انت عامة تيوتا ماركت development اللي انت بقى ايه كرولة قديم بس رايح تبيعه في سوق جديد زي تاكو بل اا اا ده اا او اه نقول مسلا اي اا شركة جديدة او شركة مصرية واحد زي مؤمن عالم مسلا او هنكون هتفرع ليها مسلا في الجزائر فده شو بيه فده بنسميه market development او diversification زي ابل لما عملت launch للآيفون لما قبل اول مرزق ما نزلت الآيفون كمام هنجي امين في اخر محاضرة المحاضرة جاية هنجنزل لوقتي المحاضرات كلها بازن الله لو انا بقى عايز اننزل بقى حاجة بديدة هندل new product لأول مرة هاعمل ايه لازم امشي على الخطوة ديت ربق حد هعمل new product development هنزل حاجة جديدة منزلش قبل كده لازم امشي باللستيبس ديت اول حاجة لازم اعمل idea generation امشي افكر اعمل كده قعدة افكار ونقول كل الافكار الممكنة ونشوف الفكرة دي ايه وهكذا تمام بعد كده بقى شوف بقيم بعمل كم فكرة طلعت من الموضوع ده اه عصف زهن انا ده مزبوط تمام بحيث نقول لنا نور كده قابة بعض ونقول احنا عايزين نطلع نعمل بجهو او نختبرها هل الفكرة دي الصور يتقبلها ولا لا فهنخش في فكرة الconcept development and testing ان احنا نبني تصور ويه نختبره هل انا هنعمل مثلا كان اه 500 ملي هل الناس هتوفق عليها ولا مش هتوفق عليها تمام بعد كده بعد بواحد دي اختبار بقى فيه ده اعمل اعمل ماركت مستراتيجي اعمل ده خطة تسويقية سياسة تسويقية وبعد كده بتدي احل السوق ده هل هل ده هينفع او مش هينفع وبعد كده على هذا الاناليسيز ببتجي وعا كده بنزل السوق وبعد كده بعمل اه ببتجي ابيع على المستوى العام نخدم بالتفصيل عافين بابلي شكولاتة بابلي حد جارها شكولاتة بابلي جديدة اللي هي عناتها المجرعة السوق حد جارها يا جماعة جبتها يا احمد لا محمد ما جارهاش شايناء لا طيب من الواضح ما فيش حد جارها خاص طيب هي ده فكرة جديدة هنا هنا ده مثال قوي جدا ان هو ينزل حاجة حاجة وهقول لكم بلق اه عاكا ما هو المسل يعني ما فيه حد فيه ناس فيه انتضاع الشكولات لي ويتهاش لان هي هنزل بكمية معينة وهنقول لي هي لين نزل بكمية معينة وليلة وخلصت وبالتاني الناس بيسأل عليها مش مش بتلاقيها تمام طيب الاول اول 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 ما كده نعمل ايدي جينيريشن كل رقم الناس تقعد 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 مع كل الناس بقى الناس اللي بتبيع العملاء الموظفين الارم دي اللي هما الناس بتقعد التطوير المنفسين الناس اللي هما اللي هما بيجيبونا المعاد المعاد اللي هما الموزعين وابتلي اسألهم انتو ايه رأيكم في الفكرة اللي تبلغ عمل وابعد كده بابتلي اشوف مين فيهم يمشي مع الشركة بتاعتي ومين ما ينفعش تمام وبتالي بعمل سكريني اللي هو نظام مسح كده عشانا اشوف ايه اللي ينفع ابيوه ايه اللي ما ينفعش ابيوه بعد كده بابتلي اعمل اناليسيس اقيم بقى وحلل طب هو السوق ايه اخباره لو انا عملت البرودوكت ده هل السوق هيقباله طب هل بابتلي 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 اعمل بابتلي اعمل ايه اختبر هل ده اكسبتد ولا مش اكسبتد هالفكة دي مقبولة ولا مش مقبولة وابتلي اطور فيه بعد كده بابتلي اعمل ايه زي اللي احنا عمنا بقى البابلي انه هو بنزل كمية معينة من البابلي دقيات من الشوكورات البابلي دقيات للسوق ونشوف ايه رأج الناس فيها بالظبط يا طوال انه هو بيبرس السوق بشكل كوي انه ام منزل الشبابي منزل مثلا كمية الف قطعة في السوق الالف قطعة خلصه فجأة طبعا ايه ان السوق بيحتاج هزي السلعة او ان ان الطلب على هزي السلعة كبير ويا سلام بقى لو كل الموزعين قالوا لا ده احنا محتاجين الشوكورات دية تمام فتلاقي ان اصبح فيه سمعة للشوكورات دية واصبح كل الناس محتاجينها فبالتالي ده اختبار قوي جدا من السوق طب نتحت التجربة اه طيب بقى راحة بقى ان اكون ناش على مستوى تداري تمام ان انا عملت في القطور الاول ان انا بشوف الاول ايه رب فعل السوق سواء بشوف الناس الخبراء الاول وبعد كده بشوف احكا بيت السوق وبعد كده بيعيد اقرر بعد كده بشوف بقى الدنيا مشت ازاي السوق عامل ازاي وافي ما وافيش هنعمل كل حاجة زي الفول اكتبقى بعد كده خلاص التزرع والناس قالوا احنا عاديين نشوكالة رضية يزور بقى الانتاج يعني الانتاج فعلي تمام وبعد كده يوزع وبعد كده يشوف بقى الدروس بتاعه وبعد كده بقى يعمل يحسن الانتاج ويوسع السوق بتاعه ويحسن الماتيورتي بتاعه تمام كده يا شباب ده بالنسبة للمنتج اللي دي تمام يا شباب في حد عنده استفسار اللي احنا قلناه نهارده شايماء المحاضرات اللي فاتت لو انت عايزها سوفت بعديه بس مسج على الاكاونت بتاعه على الفيس وانا هنردلك عليها بالمحاضرات او انما نشوف الجروب الجديد ده ممكن احط فيه كل المتير مفيش اي مشكلة الله يخليه يا محمد ومسير اخذور معنا دي او محاضر معنا ده الاكاونت بتاعي او انتم محكوين اي استفسار اي سئلة سألوني فيش اي شجاء ما فيش مشكلة انا انا دعتيلي بس السئلة على الاكاونت بتاعي وانا هردلك عليها بي بي اف محمد يقول عندك سؤال لو انا عايز اوزع في موقع طيب بس انا عايز اوزع عطور بس عايز على موظفين عايز توزع عطور طب ده في التوزيع يا محمد هنقوله في محاضرة جايز تمام ده سؤال في التوزيع فالتوزيع يعني هنالكلم عليه في محاضرة التوزيع تمام الله يخليه يا طه نفسي انا ده اتمام نقول كلام سالم ميكي انا عاد ما هو كله بالانجلش ف تمام فيا محمد احنا هنالك ده ان الموضوع التوزيع هنالكلم بأيوني السابط ان شاء الله فورس الكاشكاو هو ده بيكون ميس توفيدر زي لا هنالك بقول يا فورس ان هو الكاشكاو اقل في الربحية بتاعته لا هو بالعكس هو بحيطه عالية جدا بس انا عايف ان المنتج ده مستقبلا مش هيقدر هو كده وصل لاخره اخره ان هو بيبيع مميوت الف جنيه فمش هيبيع مميوت الف جنيه وبالتالي انا بحاول اخذ الفلوس بتاعته ووزعها على انها استثمار في بقية المنتجات لكن نصر المستر ايه انها بيكسر وكمان انت جامل على المدر عمال يكبر الله يخبر محمد ده ال السلامية بعملات بقيتنا اللينكات ان شاء الله بقيت المحاضرات ببقى على اللينك اللينك ده تنمي ده الجروب دي تعمل فيسبوك في المواعيد وفي كل حاجة صدناية عمنا فور جانب دي بقيت ما تلاقش انا بنزداد لو الماتير صوفت مش موجودة هنزه هأطل على الجروب لو في اي استفراد انتوا عاكم الجروب ممم عاكم التاونت بتاعي في اي وقت اقوم استفراد وحصلت اكون سعيد دي ما اسمع كل التفصال لكم. سيدا نايا ان شاء الله بترفع لكم الماتيريا ازا كلها بديئات. ننت الراطية عندها شوية ليش مشكلة. يعني احاول ازن الله سيدا نايا او انا الارض فيما لنزل الماتيريا بحيس كلنا نستفيد منها يا شباب. الله يخليك يا احمد مسي جدا لزوك. انا بقى عزت اهطل منكم طلب جدا. الله يخليك انا بقى مسي جدا. اهطل منكم طلب. دلوقتي كل واحد عايزه يفكر يفكر في اللي هنعملها ان شاء الله. كل واحد فينا هيعمل اللي لو انتم مجموعة اصدقاء تعرفوا بعض وعايزين تشتركوا كلكم مع بعض في بلان اوكي وفيش مشكلة عندي. بس انا عايز كل واحد فيما يبقى عنده اه نفسي جدا لنشايناء. دي بحضورك. اه عايز كل واحد فيما يطلع يعمل مارتين بلان. فعايز كل النهاردة كل واحد كده يسرح. يشوف ايه المنتج اللي هيعمل عليه ماركتين بلان. تمام? وابتدي يفكر ازاي هعمل له تصور الماركتين بلان. ان شاء الله يا احمد. تمام? فانا عايز كل واحد النهاردة نبتدي نفكر. تمام? اه ان شاء الله بازن الله ايه البرودوكت اللي احنا هنعمل عليه الماركتين بلان. احنا هنبتدي نشتغل عليه. ان شاء الله ان هذا جاي عطاقة تبقى يوم السبت اللي جاي بازن الله. فاتمنى ان ان شاء الله تمام ان كل واحد راح ايه منتج ايه منتج يا طاهر اللي انت اه المنتج اللي انت عايز تبقى موديل تسويق بتاعه. ان شاء الله تبقى يوم السبت اه اللي جاي بازن الله مساء سعر السعر. طبعا يا نبا ينفع. انت يا نبا هتعملي الماركتين بلان للمكتب بتاعك. مشتلة. لو انت عايز تعملي الماركتين بلان على المكتب نفسه ان انت هتسوي المكتب بتاعك كمنتج. طبعا. العكس ده ده اقوى حاجة لان ده شغلك. انه ممكن اكون اه 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 مصنمة وعندي مكتب تصميم. بس عدد القسم بتقول ليونين. طبعا انا ازاي بقى احسن ده. ان انا هعمل خطة تسويقية علشان اقدر انجح المكتب بالتصميم بتاعي. اوكي? الهدف هنجع تاني يا شجب. الهدف من دواسطنا للماركتين بلان ان احنا نطبقه في حياتنا. نطبقه في شغلنا. نطبقه في كل حاجة في حياتنا. وزي انا هتقول لكم ده شباب. اي حد عنده في صورة او عنده اي مشكلة في الكلام دوت او في محاضرات اللي فاقت. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هكون سعيد جدا مما أسمع إفسادتك وأسئلتك وما فيش أي مشكلة